يا باوة ما تزوجش جراء يا ضاحي فيها ضاحي بيتك! ضحي اوخي بتايها! اللي ضحي اوخي بتايها! شو ما تقولش اسمي هنا الله! وانش اسمك تعمل فيها زابط! شو زابط يلبس كده؟ يلبس كوتش بيناور! الله زابط ودخل ديسكو الله! والعسكري ده! مالو! ايه اللي مالو! ما تكتب عليه مبروك العروسين! شو بقى اسبوكوها بقى! ما شوفهم شو امهم بقى! ما شوفهم امهم ها! اسبوكوها! بيزاكر الامتحان! بيزاكر اللي بيوتقوله وبيحفظ اللي بقى قوله! مظبوط! ماشينا بقى عشان ناكل البغبغان! وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي! انت بالزاك ما تتكلمش! انا جايبك على سرعة جنونية وساكران كمان! ايوه ما هو هايوي ايه المشكلة يعني! ايه ده؟ ايه المشكلة! ايه محاف! ايه راحة بقىك دي! طالما مش هد الشربة ما تشربوش! انت وانت على الهايوي وبالسرعة الجنونية دي! مش ممكن كنتتات الحد؟ موك! موزنب ولا مش موزنب! موزنب! خش على البوكسر! ضحي! ضحي! اطلع بقى! ضحي ايه مخيمة دي يا يا سيف! مالله! اطلع! هل بقى اكمل لك؟ اوه! سيف! يا سيف! سيف! والله العظيم يا حدت الزابط انا مظلوم! هي دي اللي هاته اللي اتمية عز الدين! اتمية عز الدين ايه دي هند صبري يا حبل! هند صبري؟ وانت ايه خلد الصوي؟ انا ضحي يا انا! ضحي! انت طلعت حكومة يا ضحي! يا ضحي ايه ضحي جاي معانا عشان خلصتنا من محفوز! بس برافو عليك يا ضحي انت جيد في وقتك! ده كان هيطلب لنا البوليس بجد! يا جماعة انا خايفة قوي! انا بطحت الفنانة هند صبري في دماغها! لا متخفيش شرهنها يا ما متتش! انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شوية! يبقى اكيد دي رعشة الموت! الف بعد الشر عليها انا بحبها قوي! مين هيكمل الجزيرة الجزء الثالث؟ قاتلة! قل ريلا بيلا قاتلة! يا جماعة ما تكبروش الموضوع! دي خادت ازازة على دماغها ما خادتش رصاصة يعني! سيبكم الموضوع ده دلوقات! ها! لقيتو حاجة في العربية! مم! بجد! لقيتو ايه؟ لقى انا عادت جديد! عادت جديد؟ طب ممكن ابص علي بصها! لا! يا جماعة ليه لا! ده احنا كلنا في مركبة واحد! ده انا لسه بخلصكم من عند الراجل! هونا حطير! خلاص فكيني الاول! ما هو المفتاح في جيبي اصله! والمكان ديق مش عارف اجيبه! ابص علي بصها واحدة بص! خلاص ده خليه بص! طب ادهاله! انجز! بصها واحدة! بصها واحدة! يلا فكيني بقى! يلا يا ضحي! فكيني بقى يا ضحي! ضحي يلا يا ضحي! فكيني! الله! هتدربها طلقة تتفكر! انا بحب حاجات دي! يلا ادرب! بص على رجلك اياني! لا استنى استنى! تعرف برصاصة واحدة تفكيني احنا الاتنين؟ ليه وانتو فكرين نفسوكو التوقمان؟ هينجل! وقف على جنب! وقف لي! انت مزنوكو؟ لا! بس هزنوكو! انزل يلا انت هوه! انزل بقولك! مش هنزل! يا سدار! قال يعني كده هتسد الرصاصة! اه! انزل يلا بقولك! طبعا انتو فاكرين اللي انا هخلص عليكم! بس انا مش هخلص عليكم! مع ان اقدر اخلص عليكم! بس هسيبكو هنا عشان تتعلموا حقيقة! يا وات يا سحلم! عادي! اتقلتلي قبل كده! يا حيوان! يا قزيو! يا حلوف! يا سلام! حلوف! يا حنزير! بسعاب بيقولولي يا كركدان! يا ب... حلوة دي! ما اتقلتليش قبل كده! معلش! معلش! بس انا قبل ما اسيبكو هنا! لازم اقولكو على حاجة! مش عايزين نعرفها تسبنا وامش! لا لازم اقول! مش عايزين نعرف! لا حاولها! طب قول! الخير! يا حبيب يا هاني! معلش! الخير! ممكن ينتصر في الافلام! بس في المسلسلات! الشر هو اللي بينتصر! يا رب تموت يا شيخ دمك سيم! اقبط دفضاني! لا! اقبط دفضاني! اقبط دفضاني! لا! اقبط دفضاني! اقبط دفضاني! اقبط دفضاني! لا! بيدك عزل! المسدس اجمل! ماشي! خلاصني! ياه! 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 يعني! طب هتترعوه بالنار! علمياً! الطلقة ممكن تختارك وتيه زي انا! سيف يبقى اعمل كده طيب! خد منه المفتيح! اسبت! اسبت! خليهم ينزلوا السلاح! نزلوا السلاح يا حنجل! وينزلوا البنطلونات! وينزلوا البنطلونات! وينزلوا البنطلونات! وينزلوا.. نزلوا طعم شاي! استصرف! متوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معاك مرة؟ انا اسب دبدوب بي! انا! خليهم يجوا هنا! تعالوا هنا بزرعة! بصرعة! اسمعوا كلاموا بصرعة! اعملوا هنا! لف! لف! حتعملها دبدوب بي! من النهاردة انا ما اسميش عني الدبدوب! ما اسمك ايه؟ اسمي عني الدندوب! الدندوب بي! انا عبد الممور! دابود دهب! ده 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 الراجل كي! لا! لا دبدوب بي! لا! إصدقال! لازم تعرف ان الخير بينتصف في الافلام! وفي المسلسلات! وفي السيتكم كمان! خل السلاح ده ثبته! انا؟ ايه ممسك ما تخافش! عاة المجلة! يرفع عينك! جلة! اسمك مكانك منتحركش! أقعد هتحرك! اقعد هتحرك من مكانك! انتو هتشبون الوحدنا! ويتحكنا عليهك! ويتحكنا عليهك! ويتحكنا عليهك! ويتكيكيه في ايديك! ويضحكنا عليك ناو هتحرق طب سيبولنا فلوس التاكس؟ معلاش فلوس؟ باي باي يا ضحي باي واي باي باي زلد صرينا عليّ هرب منكم زي هرب منكم زي آه آه يا عسعوستياني كأني فقيت عليّ قطر منكم لله كتسفرياً ميّلة على وشكم كالسحتوني وهو في حد قالك يا خالتي انك تيجي معانا ما احنا قلنا لك ما تجيش وانتي برضو اللي صمّنتي تيجي ويعيتك جيت لوحدك جيت ومعاك مصيبة ونعرف منين يا فلحة انه هو ناوي ازي انا بس عايزة افهم ازاي انتو اللي اتنين جيتوا من الغردقة بص يا حبيبتي احنا بعد ما زوّغنا من المحل واحنا لابسين العبيات وقّفنا عربي افتكرونا خلايك قلنا لهم هلا والله نبغى نروح الكاهرة راحوا جايبيننا على الكاهرة انا بقى ما ديت ايجي في صدري وديتهم خمسين جنيه بحلقة ما عجبهمش بامباكوا معاي ما سكتش روحت مسيبة عليهم رجالة القهوة وخدي عندك بقى فنية وجاعد صباح ام بيج فان ايه دي بقى حاجة وحشة ولا حاجة حلوة لا دي حاجة حلوة يعني ان انا معجبة بك جدا وقم انلوبوا طريقة كلامك طب ومالوا يا حبيبتي ماناليا معجبين كتير وانت اول واحدة لا ياختي انا مش قادرة انا جتتي بتوجعني ولازم اناه بقى لي للتن منامتش والخم ربيتها في معدتي وعملال انتفاق حتموتني امي يا قبل مين تعي يا حبيبتي لما ردعك وانيينك ولا مجسرتي طيب يا اختي امي سنجي علي اه او انا يا اختي اللي سندة عليكي ولا انت اللي سندة علي انت اللي سندة علي عشان عصعصتك اه يا اختي صحيح اتكر اه شريهين احنا هنعمل ايه بقى مع ام الدهب ده انا خايفة قوي حاس أن هو هيبعت لنا العصابة بتاعته يخطفونا ويدربونا ويعزبونا ويأخذوا مننا العدد لا لا ما تقلقيش إحنا أدفع من كده بكتير يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي بقولك إيه أنا اتفقت مع الواد هاني زبط مع أصحابه يأمنون لنا البيت ويأمنون لنا المنطقة كلها أي حد غريب هيدخل الشارع هيسففو الطراب هو أنت إزاي واسكة قوي في هاني وأصحابه كده أن هم جمدين وهيعرفوا يقفوا قدام عمدهب أنت ما تعرفيش أصحاب هاني دي عيال خطر ويقربوا أي منطقة يخشوها ده كفاية أحمد فينو سيد فطيعة عالي عجينة إيه كمية المعجنات اللي قلتيها دي هم دول مجرمين ولا شغالين في فورن لو يعني اللي مش نقصص تصرافك ده أنا تعبانة وعايزة تخلى نام تبقى مصور يا شري هاني ما تزعلش مني يلا بقى مش أنحل كلامة المتقطعة مش قدرة بكرة أول ما نصحة هنحلها شري هاني انت إزاي عايزة تنامي مش هتتجناني تعرفي فين الفلوس يلا اتريبات المتقطعة بتقول إن الحل في الصفحتين النقصين نيلي يا نيلي انت قدرتيني ودمتي رقيت فلوس فين الفلوس فلوس إيه بقولك الكلمات المتقطعة بتقول إن الحل في الصفحتين النقصين يعني إيه الحل في الصفحتين النقصين طب شوفي كده ممكن يبقى في صفحتين مقطوعين جدوا مخبيهم في حتة وهم دول مفروض نلاقيهم مفيش ولا صفحة مقطوعة والأرقام كمان كلها مظبوطة هي طب يعني إيه الصفحتين النقصين أنا بحب جده قوي بس هوا ليه بيعامل فينا كده ما عرفش بقى غوي فرهضنا الراجل ده أنا ما بقيتش فهم حاجة خلاص أمال مين اللي هيفهم طيب؟ يا سلام العدد ده ليه ذكرات جميلة جدا 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 أصلي قدوكو بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده يشرب الأهوة المانو بتاعته اللي هي العريحة ولا مظبوطة والسجار في إيده يولع السجار السجار ده لازم يكون كوبي السجار الكوبي طبعا معروف إنه هو ملفوف على إفخاد العزارة السمر الحيارة الشؤر البدار لا انت كده هتفق علينا المرارة انجز حاضر العدد ده بصلاحة دي ذكريات حلوة قوي قوي جميلة تحب عكالكم؟ كيف هي ذكريات غريبة بقى يا عمي بندق ممكن تقول لنا إيه موضوع الصفحتين النقصين؟ ها؟ الصفحتين النقصين صفحتين نشوف كده الرقم هم؟ هم؟ صح؟ العدد ده ثمانية وتلاتين صفحة عدد ميكي كلها الكالب تبقى اتنين واربعين صفحة فعلا ده ناصل طب كده دول أربع صفحات مش اتنين ما هي وش وضاه يعني الصفحتين بأربع صفحات طب هنلاقي فين الصفحتين دول محلولة ننزل صور الأسباكية وندوع نسخة تانية للعدد هم؟ ما ينفعش تنزلوا صور الأسباكية ليه؟ شالوا الصور؟ لا شالوا الأسباكية؟ لا أقول لكم ايه؟ ما أنا ما أنا قاعد بالصبح بقول لكم العدد ده أصلوا ليه ذكرات جميلة قوي قوي ومهمة حبيتها حتكالكو؟ انت قلتوا لا ما تحكيش ماشي حكيهانا لو هتفدنا إنه ما توقع تقولي البدارة والعزارة وتقرفنا بصراحة حضرتك؟ مانش حاكي خلص يشيريانا اتفدل احكيه يا عم بندق العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتن سنة 1982 كان رقم ألف ماتعماش منه غير نسختين اتنين بس نسخة كانت مع جدوك والله يرحمه النسخة التانية بقى كانت في دار النشط اللي بتطلع سلسلة ميك أوكي فين بقى دار النشط دي؟ أيوة يا خالتي أنا عند عم بندق في ايه؟ هرسود؟ البرنامج؟ أما الآن فمعانا معلومة حصرية ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء والشروع في قتل الفنانة هند صبري من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح إنهما بنتين نيلي مكاوي وشري هان مكاوي واضح إنهما يا إما أخوات يا أرائب الله أعلم بس هما ما كانوش لو أحدهم كان معهم شابين لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على أي معلومة أخرى لكن الشرطة بتحاول تستفسر أكتر وتعرف أكتر من شهود العين كان معهم أيضا شخص خامس وهو كان منتحل شخصية زابط وهو أيضا اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث أو الجايمة خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصورة عن اللي حصل اليوم ده والشرطة بتنيشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على أي حد يلجأوا للشرطة مباشرة خلينا نشوف مع بعض اللي هيعرف مني قصرا من بني هشوحي الإسانة دي في تباها وانا اللي هيعرف مني هتديب البوكسي خليسها بونالاكس يا سلام يا سلام فينا كانتكاو دلوقتي تيجي تشوف أولادك وأحفادك دلهم كنت تفتكر بيهم بعقل عقيقي خش بسرعة في حد أتركوا لا أتطامن كواسي نق ايه ده ايه اللي انتو لبسينه ده أستحنا قلن الهين يجيب لنا لبس فقررنا أنا وشرهين نبدل عشان محدش عرفنا فكده أنا مش نلي وهي مش شريهين لا فكرة سائعة دي فكرة مين بقى الفكرة السائعة دي يا ترى دي فكريتي ماي ايديا ماي ايديا على فكرة انتم معرفين جدا وصوركم مليا التلفزيون انت متخلف انت مطيت في التلفزيون يا ابني بقولك صحيح محدش في التلفزيون جاب سيرتي انت فرحال لا ما تقلاش محدش جاب سيرتك ولا حد جاب سيرتي بقولك يا ضدوه احنا لو تقفاشنا هنعترف بقى ساميكو اول حاجة بقولك يا معلم احنا لازم نخلص منهم دلوقت نتويهم وكده كده محدش عارفنا لسا محتوا بقى كفية هزاروا وشوفوه هنعمل ايه بصوا انا فكرت انه ما نفعش نود عندوكو او نعود عندي او نعود حتى في المرسم عشان عم دهب فقولت اجيبكم المكان الجميل دوت ايوه صحيح هو ده بيت مين بقى يا اهلا يا اهلا من الضيف الاعزاء اهلا 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 ايه يا سيف مش تقولني في موزز كنت بيستهير تاني غير ده مين العبيد ده العبيد ده يبقى شريف صاحبي وهو الوحيد اللي اندر نعتمد عليه صاحبك ايه ده موزع يا عم انا شفت بلكده مش انت اعلامي ايوه صحيح ايوه شبه مش هو فوض راحتكو يا معي البيت بيتكو اه طب يا جماعة احنا دلوقتي لازل نروح دور النشرة عشان نجيب العدد لا انتو مش هينفع تنزله عشان وشكو معروف جدا بقولك انا اخد هاني ونروح نجيب العدد في السريع ايه يا سيف انتو مش شايف ان احنا متنكرين انتو مصدق نفسك يا نيلي ايوه انا شريهان جدا صدقني بقولك ايه تيجني تنكر يا هاني نتنكر يالله بينا غلثة قوي طحفة معرف تكون في جي خلالياتكم يالله يا عم يالله سيف ايه انت هتسبنا الوحدانة مع الكائن ده هنا على فكرة احنا بنتكلم عليك اه سورك يا فضل ما تقلقش منه خالص ده صاحبي واماني يعني ما فيش اي حاجة اكينك في بيتك اعتبري سيف انت بتخاف مني؟ اعتبري سيف بس هونك قاعد يمسيك حاجة حديدة في رك تقيلة عشان لو تهجم عليك ايه ولا اصدر معك انا هاتصور معك للنما جي هاتصور معك اناية عناية ايوه شريف انت بعمرات اخوك ها اناية عناية لاتبعنا اوه فوق طحفة بس يدي يحبل انت اطلع فوق يوه احضر باشا مواز احمد برافع عليك يا شريهان شريهان هوا البتاع دي انت مغسلتاش بقالك ادي انا هموت لا هي بتاكلك أنا عارفة هي بس تلدل تاكل في الراس شوية وبعد كده تتعاودي عليها عايدي ما انت بتاعتك على فكرة بتاكل فيها من بعد وانا سكتة لا وعيت قولي عليها كده والله دي كلها سبان كلها ايه؟ سبان بياكل هنا بدماغي اه انا جيب وصلت لهاي اللي عملوا كده في هند سابري الموضوع بغضاية رأيه عام وهنا خايفين لكن الموضوع دعمل إرهابي ما تقلقش ساعدتك في هند انا ملف القضية قدامي ودرسته دراسة وقام في اوتام طيب قولي بقى وصلت ليه؟ انا ساعدتك يا فندن مش عايز اعز اكسياتك بعدين انت عارف ان انا مش بتاع كلام انا بنفز على طول فأسرع وقت انا جيب الموضوع ده يخلص الدنيا مهلوبة والاعلام مش هسابنا في حالنا تمام يا فندن في خلال 24 ساعة الاعلدي هتكون قدامك في مكتب ساعدتك يا فندن تمام تمام يا فندن اه السلام احمد الحقني اللي عالدي عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ الدنيا مقلوبة ليه؟ البنتين اللي اعتادوا على الفنانة هند صبري بنتين ولادة عم اسمهم نيلي وشريهان مكتب عبطت عليهم؟ هم مختفيين بس جر البحث عنهم طيب وبعدين هتعملوا ايه؟ توصلنا لخالة واحدة منهم كانوا عايشين عندها هما الاتنين في الفترة الاخيرة حلو جدا انا عايز خالتهم دي في اسرع وقت يا احمد تمام ساعدتك اه اه ابو حميد انا اخد اقوال الفنانة هند صبري انا ممكن راح اخد اقوالها بنفسي اه 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 اصلي المدام والولاد بيموتوا فيها واحنا يعني بنحبها انت مشوفتش انا عايز اتجاوز لمضاني اللي فات حلقات منفاصلة متصلة كومودية جميلة هيلة هاهاهاها حلوة جدا طيب يا احمد فضل خالتهم يا احمد بسرع تمام ساعدتك انا متذكب منك جدا على فكرة ليه انا عملت ايه؟ عشان قليلي الادب انا قليل الادب لي عملت ايه؟ قلت له بيبس ايوه في ايه المشكلة ما انت طلبت ساعدة فواكه ايه المشكلة؟ مش تقول له لأ متشكر شكرا هو يعزم عليك زي ما عزم عليك لما عزم عليك كتير قلت تطلب عزم عليك ايه انت قلت له عندك ايه؟ وبعد كين رح تطلب ساعدة فواكه وعدت تقول له عندنا شليف المعمورة بتاع ستي وعليه مشاكل ووقفه هو مال هو؟ انا ايه صحب انت متربي فينا يا انت متربي في حمام يا لأ هل؟ اه متربي في حمام امشي امشي خلق هدف المفتاح السوق سوق ايه؟ سوق العربية ده من امتى ده ان شاء الله؟ النهاردة ماشي ايه ده؟ اخد انا كنت بهزر ايه ده؟ على انت مال تعالى يا راجل تعالى يو عما افتح ظنيت انسى بس وقال اللي انت شفتها بلي كده دي ورين يا اخوي اه ايه اللي اخبار؟ الحمد لله بس انا حز بدخة واصداع كده تقريبا عندي شارقة او دكاة مناخيري مسيالة انا مال يومان مناخيرك انا جاهز دورك بمستشفى مقولك اخبار العيال ايه؟ اخبار مين حضرتك يا؟ ايه اللي احنا من رائبهم اه هنوسف؟ لا كده لو دمنا حجبينتك اوي؟ الله عليك يا صاحب الباكة طب خلاص هنقضي فيها طول النهار عملوا ايه العيال؟ مفيش ساعاتك يعني لسه خارجين من عند المدير ومشيين دايما انت حضرتك شايد طب يلا وراهم بقى على طول عشو تشوف اخبارهم ايه وانا هخش وشوف قصة المدير ده ماشي يلا يلا انجز يلا حضرتك سيب لي العربية اعلى اعمل بها لا عربية ايه اشبط في ايه مواصلات؟ احنا مش هنال مواصلات عليك؟ انا في الطبيعي يا باكة اعمل عليك المواصلات كده مش طبيعي يلا يا ضاحي بقى انجز بقى خدها نخلص خاعزي وحلحي الراجل اللي ببقى مش حاضر يا صاحب السعادة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاتك تفضل ماذا حضرتك المدير؟ والله انا بداية من المدير لحد الفراش مرورا بجميع الوظائف اللي موجودة هنا يا فندم يعني ماذا مش فاهمة عزاي؟ ما انت عارف حضرتك ما فيه شغل ولا فيه بتاع ولا حد بيجي ولا حد بيروح ولا حد بيعمل الكمبيوتر يا أستاذ الكمبيوتر والنت بوازوا علينا الدنيا انت عارف حضرتك؟ أنا تمن واصلات من هنا وانا جاي هنا ومروح بيضلعني والله حضرتك مين؟ انا يا أبو الدهب اهلاً 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 يا أبو الدهب باشا اهلاً حضرتك الله يقول لك تعرفني؟ ها؟ لا بس غاين على حضرتك باشا يعني طب انا مش هطول عليك انا شايفك فاضي ومعركش حاجة بس انا حسألك سؤال واحد لباغزة الولدين اللي كانوا عندك هنا قبلنا مدخل كانوا بيسألوا علي ميه؟ وكان في ولا ولادين هنا؟ هاني وسيف اللي كانوا عندك هنا قبل انا مجد دي وقت اهو التقص تعرف ما كتر الناس اللي بتيجوا وبتخرجوا وبتعمل الواحد ما بقاش فكر حاجة وبعدين قص انا خركت من البيت وانا على لحبه بطني ولا شربت شاي ولا قهوة ولا حتى حاجة ساعد هاليسه مالهو انا مالهو الله يخزيك فتجيب حاجة بقى عشان تبلي الريق كده ان شاء الله احجب لك حاجة ساعدة كانوا يسألوا علي ايه بقى ها والله يوم كايبتك عشي بالطعم طيب الله يخليك فنجل يا سيدي تشرب؟ شكراً خلاص والله ده يا فنجل زي ما تقولش كده فضر كمان اف عرض كانوا بيسألوا علي ايه بقى الناس والله كانوا بيسألوا على عدد من الاعداد اللي كتابهم بتكوي بيها الله يرحموا لا عدد ايه بقى ها عدد ايه عدد ايه عدد منكتر الشغل الواحد ما بيفتكرش ايه الاعداد و ايه البتاعه والله يستنى بس هاجبلك بس انا خرجت من غير اكل الصبح وبعد البتاع دي مرتلي بطلي و هقوللك ايه ما انت عارف الدنيا و مرحوة 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 اتفضل الله يخليك يا فنجل ها ها شوف بقى يا سيدي ها امال فين العدد ده؟ حميت والطعمها حميت واحد نفسه يحبس بسجارة بس منين يوم ما عادش بقى الحوة فضل فين ام العدد بقى؟ عدد بقى حييت بقى في صلة كريشتل تاعت المزادات اللي في مصر بيتي ده طيب سيدي تشكرين اول لا بس اقولي ونبقى ما عادوك عايز العدد ده ليه؟ ابدا كان موضوع كده والله الواحد الزاكرة عنده بيتتوه وبقيت باخد قدوية علشان ترجعلي الزاكرة وفيش بايدة ماقص في السوق اه ماقص في السوق طيب نوفره لك حط اشي 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 حقيقا بس نجيب الدول المصري انا عايز اجيب المستورد الحقيق علشان تأثيره بسرعة اه المفعول يا سلام اقرع ونوزحي فضك الخون هه اه تسع الليل ابدا هو موضوع عائلي كده يعني بس يعني محلول ان شاء الله تشكنين اول سلام عليكم عاف اشي 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 هو احنا معانا فلوس كل فلوس نصرفناه في الغرداء شوية بابريكان من بتوع زمان بعلمه في الدماغ ولا يا عسلية انت احلو كسما بالله ياضي انت اديك كف على وشك اقلبك على ضحرك زي السوسارد ميت كده يا ده سيف انا تغيرت اه وعارف ان ده البستراند بتاعك بس ما ينفعش يقولنا كده هو لو فد اللي يستزرف انا هبعتره ما تحترن نفسك بقى يا اخي جايب لي الكلام فيه يا شريف يوش تغيرت شوف المصيب انا عدا بيها يا اخي مصيبت ايه؟ فيها سكرية انت يا حلو على فكر بيعاكس خطيبتك يا ريا يا سيف ده مفيش منه خوف اتبسط يا معالي مطاربة حبيبي مبدئيا كده يا قستاذ شريف حضيتك دمك سيمو انتوا فيدي يا جمعت شنوني فيدي ده اول حاجة تاني حاجة اخنا نفسينا ندخل مزاد عشان نجيب مجلة ميكي ومعناش فلوس طب مع مجلة ميكي دي عندما تتشقلب وتبقى جديدة ومتسلفنة بخمسة جنيه هيعملوا عليها مزاد ويتشقلبوا هتبقى بخمسة ناية قول مية يا سيدي لا قول انت يا عم انا من ايش جعل وانا خاف من ايه مية طب احنا معينا كام دلوقتي يعني حوالي تلتميتر وبعمية جنيه اخرنا طب واحنا ازاي بقى هندخل المزاد واحنا وانتد نيلي يعني ايه وانتد بس؟ يعني مطلوب القبض علينا هنتنقش هنفتح المزاد على عدد نادر لمجلة ميكي هنبتدي بعشرة تلاف جنيه هنتكل على الله يلا نمشي نتكل ايه مش هناخد العدد؟ ناخد العدد ازاي معناش فلوس يا بنتي بتالك 11500 جنيه 12000 جنيه 12000 جنيه عند تري دياني طب بقول لكم ايه يلا نقوم نروح بدل ما اتنقت يلا 20000 جنيه 20000 جنيه عند الكابتل مين يزود؟ 20000 جنيه ايه هتجيبهم من اين؟ مش مشكلة هبيع المتجاز والغسالة والتلفزيون ايوة بس دول ما يجيبوش 20000 جنيه هبيع المكوى والسخان لقيه عام هوا كاملت 60 لتر ديجيتال وريموت كنترول طيب ده بصلى عنا بعمل كام ده عامل 1200 جنيه مامشيش بخمسمائة عشاني لا بوص ساعة الدفع الكلام بختلف وانت مالك انت هدي يعني اوة انت هتشتعي اسكت 20000 جنيه الهونة الهدوي 20500 جنيه 20500 جنيه عند فريدا ياني يا جماعة فريدا هنمدي لقطة انا لازم ابيع لها اي حاجة انا هروح اديها الشلده ولا ده بتاع الكبير قوي 30000 جنيه مش مشكلة هبيع الجزامة ايه يا سيف؟ الناس كلها بتعلي بالخمسمائة انت بتنط بالعشرةلاف على طول مثل انا اول مرة احضر مزاد والجو عجبني بصراحة وانا محبش حد يعلي علي 30000 جنيه عند الكبير 30100 جنيه 30100 جنيه 30100 جنيه عند مستر وده هذا هارس وده ايه اللي جابه ده احرف من ايه ان فيه مزاد 30120 جنيه 30121 جنيه 30121 ونص 30121 جنيه وخمسة وسبعين ارش وثمانين ارش ده احنا معنا فده كتير قوي 30125 جنيه 75000 جنيه هتجابهم من ايه الدول مش مشكلة هوا اللي غازني ومقطرني هبقى بيع العربية 75000 جنيه عند الكابتن 75000 جنيه الحمد لله لا والنبي يا جماعة احنا اقل حاجة هنزودها ينا 500 جنيه ماشي يالا 75500 جنيه 75500 75500 من يزود يلا يا سيف يلا يلا ايه دي لحظة بس سخنتي فيها كده مع الجو لكن انا مالي اصلا هوا جد انا ولا جد كنتي الانا الادوي 180000 جنيه حقبت كامل يا فنن؟ 150000 جنيه 150000 جنيه عند الفنان احمد فهمي 150000 جنيه الانا الادوي الاتري مبروك يا فناني موسيقى انا دايما بقول ان اهم حاجة في الفيلم بدايته ونهايته فهتلاقيني دايما في افلامي واهتم بتتر البداية وتتر النهاية اللي في النص ده بقى حشو يعني ربنا بيرزق بثيمين شمال اي حاجة بنحشل حد ما نوصل لنهاية الفيلم نفسي افهم ليه يشتري مجلة بكمية الفلوس دي يكونش يا جماعة احمد فهمي دا قربكم وبيدور هو كمان على الكنز بس يهبل انت قربنا ايه طبعا مش قربنا ايه الثقة دي يا بنتي دا انت لسه عارفة من يومين انها بنت عمك انا عايز اعرف هو اشتري العدد دا ليه وهناخد منه العدد ازاي سيبوا الموضوع دا علي انا موضوع النقد دا ما بيداقنيش خالص الا لو حد قرد سيز احمد سيز احمد معلش ثانية واحدة بس من وقتك ثانية واحدة الله يسهل لك يااب بس فقول لك انا موضوع النقد دا بس بي اللي انت بتعمله دا يا فنان وانت مش شحات لا انا مزيع وابعدين انت بتقول لالشحات انت شحات انتوا ايه الجبارات اللي انتوا فيه دا لما اخذى بش انا مخدتش بقى ليسك لابس جلبية ومش مسك مايك فتكرتك يعني شحات أنت صاحب السرع عشان كنت جاي جاري بس عشان ألحق ممكن يا جماعة مايك زي دا؟ مايك زي دا هتدولك وبعدا ما نخلص على طول طب معلش إحنا كده كده على الهوى يعني مفيش مشكلة القناة إيه اللي أقول؟ معاك واهدان وأهران روحت إخسارة من القناة التسعة الصعدية الفضائية أهلا مستوى الفاند فضل أولا مبروك طبعا على المجلة ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها ونحب نعرف يعني إيه سر اهتمامك بمجلة ميكي لأ الحقيقة المجلة دي أنا مش شريها لنفسي أنا شريها لابن صديق عزيز عليا جدا أعتقد أن دي أحلى هدايا قدمها له فايد ملده بس أنا رأيك كنت ممكن تديله المية وخمسين ألف جنيه يجيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا إحنا المجلة دي لا 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 الفكرة مش في الفلوس يعني القيمة مش في الفلوس القيمة في المجلة ذات نفسها أنا عايز أعلم الولد ده القيم اللي إحنا تربين عليها في مجلة ميكي يعني يمكن إحنا تعلمنا في مجلة ميكي من ميكي نفسه الشجاعة اتعلمنا من بطوط الصبر اتعلمنا من عصابة القناعة الأسود العمل الجماعي اتعلمنا من زيزي زي ما تقول كده الإغراء العفيف زي 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 و هندروستوم والجيل الجميل دي بس محدش هيستصر على زيزي فدي دي قيم إحنا نحب نورسها للجيل اللي ما شاهفش في مجلة ميكي بس احنا عارفين انك ومجموع من الفنانين معزومين على حفلة عيد ملاد ابن صاحب القناة اللي هينتاج لك برنامجك الجديد وحاجز لك قوة كلكو في الفندوق والله هو اللي أصر ايه يا زميلي العزيز اللي بتعمل ده انت بتفضح الفنان لا ما اسمحلكش ما عليش بقى يا فنان عايزين خبر حصري اللي القناصة عدية الفضائية هو فعلا كان فيه خبر ما كنتش حابب ان اعلن عنه في الوقت الراهن بس انا هقول له حصري على القناة بتاعتك انا الحقيقة العيد الجاي ان شاء الله تلعنا وصحابي شرم الشيخ لا انا مش قصدي كده انا قصدي مش داخل سينما قريب لا داخل سينما ان شاء الله قريب مع نفس الشلة اللي هتبع معي في شرم الشيخ او ما نرجع هنخش فيلم محمد امام يهب سيتي ستارزي اف جالكسي حسب يعني ما شاء الله ما شاء الله احنا دلوقتي معانا الفنان احمد فهمه وبندعيله وبنقول له ان شاء الله يا رب تلاقي تاكت وتقعد في مكان حلو ان شاء الله في العيد واستنوا احمد فهمي في سينما جالكسي او سيتي ستارزي اي او 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 يعني مش عايزة تتكلمي هم لو ما تكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصابح وهتتكلمي مبتتكلمش يا باشا من سنة اتنين وتمانين وهي فقدة الصوت مفيش صوت خالص هتتكلم ايه تكون انا موت طب انت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هم فين والله العظيم يا سعد الباشا انا كل اللي عرفه قلت لحضرتك مش مخبية عليك حاجة انا معرفش هم فين مانا لو هعرف هقول هو انا يعني كيف هتضرب بصي بصراحة كده حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي انا عرفه ده كل حاجة عندي كل كلام عندي شوف بقى حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك اعم تمام بصي اه ما تخافيش ما تخافيش انت هتكلميهن في التلفون ده تعرفي مين هم هم فين وتقولي لي وانا واعدك ما حدش هيمدي ايدو عليكي خالص 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 مالص انتب متقول كده يا بشا من الصبح هاي يالله تكلميه ألو بيت يا شرياء انت فين يا بنت الكلب خلاص يقول انت فين يا بيت أنا ممسوكة في الاسم ومفيش حد مدرمش فيي يا تقاريد دار مالله يقرب بيوتكو أي موقتوني الحقير يا شرياء خبية ألو مساء الخير معاك المقدم نجيب الرحل اسمعني اللي انتو بتعملوه دا مافيش منه اي فايدة وانا كده كده هقبض عليكم روقوها طب يا ساعة الباشر هو كله ضرب بضرب امال فرق فيه انت عايزة فرق؟ اه طب مافيش فرق يلا خدوها ونبيها ساعة الباشر أبوس إيه خدوها أبوس إيه دا كيه ساعة الباشر أنا مظلومة أنا ما ارتكبتش أي جرائم يا تعبت البجرة ذات مريئة حببتي يا خالتي زمانها متمرموطة في الاسم انت خايفة على خالتك من الاسم؟ دا احنا نخافة على الاسم من خالتك يا بنتي هاسألوها اسألين وهايروحوها؟ ما لش يشيري هان تزعليش بجده أنا كان نفسي سعيدة بس انتي عارفة مفيش في ادينا حاجة نعملها امت بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا فيه دا؟ هيا سيف عرفت الحفلة فين؟ بكر مش عايز يفتح معرفش ما بقوش يجبوه ليه بسيف ايه؟ احنا مش بنهزر دلوقتي بدور علي بس فتح صفحة تانية مش لاقي لسه ولا هاني ما تيجي قد تشوف المصيبة اللي احنا فيها دي؟ استني يا شوشو خلص المصلحة اللي في ايدي دي يعني ما عملتش كده خالص؟ لا طبعا عملت انا شاب وقعد واحدة وبيت كبير وابا مسافيره على طول انت بتجذب على فكرة او والله العظيم بجذب ايه دا؟ انت صريح او والله أبا عاملش حاجة قبل كده او والله العظيم انت غريب او على فكرة بس طيب طيب جدا وربنا هيكرمك الله هيكرمك انا بقى حققلك اللي نفسك فيه من زمان ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيبلك اتنين ياهي انا قد لقيا ايهه ايه عشان تعود اللي فاتك انت فاتك حاجاتك تطيب مش هجبلك لسه واحدة تقعد تحبها وتقول شعر وتكلام ده بلدينة موكر بلدينة ايه بس عرفيك ان انا من قاهرة طب اقول لك ايه قول لي الزني بركات صعب على السنك قول لي حاج سعيد ماشا حاج سعيد اقمر بوك هطلب طلب اقمر بوك نبقوا ثلاثة انت طمع اه كدبه صريح وطمع اه خليهم ثلاثة اخبت بيت حلوتك انت جميل ايه حاجة بس عرفيك انت مش هتستحمل ثلاثة مش مهم ايه اولا مش مهم ايه اموت ده ما حصلش اي حاجة وانت بص ايه يا فرحان اوي يا حاجة صحيح خلاص اكلمهم لك باش طب اسمع صوتهم باش باش بس يلا بيكونوا خرجوا اصلا خرجوا من ايه هم محبوسين لا محبوسين ايه خرجوا من البيت اصلا ابوهم بيقفش عليهم فما بيخلهمش ينزلوا يعني متأخر ابوهم حبسهم يعني بس الطامن ابوهم مات مات؟ اهم هو عارف بقى بناتوا بيعملوا ايه بس عارف مات وعارف عاش راجل ومات عارف بالزبط كده هو بس يلا خلموا بكام بقى دول؟ دول تلاتة يبقى تلات تلف دولار هم اجانب؟ لا مصريين طب ليه دلار؟ ما عارش والقضة يبقى معايا ماشي ما هدريلك بس ليه دلار؟ عشان الفلوس دي بتروح للناس محتاجة في امريكا فا ما يعني الخير هيروح مع الزنب مع كله ايه؟ بالزبط واحنا نبقى تمام؟ واحنا في التمام ماشي طبام؟ تمام؟ اه اتشال الله بيع الترويزة مش فرقة بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه؟ ما تخضوش بس اسمع صوته ماشي بس بقاش حاجة عشان هما مش عاربين حاجة ماشي خيالها هيساعدنا ماشي تلايتها الحفلة في الكونرد طب كويس ايوة يعني احنا نعمل ايه بقى؟ هنتصرف يا سيف طب المشكلة دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس هنجيبه هدوم من اين؟ نيلي انا بقاش معايا فلوس بس ممكن نستلف من شريف بس نرجعهم لأول ما نلاقي الكنز ان شاء الله شيكو شيكس هلو ايه مستورة لا مستورة لا انا عايزها مفضوحة انت تفضحها بقى انا ساني واحد ساني واحد بقولك ايه انت نسيت الولاعة بتاعتك معايا اه اه بس احنا يعني تمام اه لا ملناه ملناه ايه شيكو اعايز ايه سيكو بيه بنا ما تتاخريش بقى ماشي يا الله سلام شيكسو ايه يا حبيب عايز ايه عايز فلوس انت عايز تجيبه انت كمان ها جيب ايه ماشي حاجة اللي بزود له خلوم خمسة يا الله تبقى من انت بنجيبه ايه؟ نال ياطة بقى بنجيب ايه لا بنجيه فراخ فراخ ايه دي اي دي باتجيبه فراخ الشمورت فراخ الشمورت اه ماتيبقاش فيها ريش عند الرقى باي ايه بجنب جد مرية اوي ايوة انا بقى اعايز فلوس ايوة طب انا اعمل ايه انا مالي مهضا حدث اشينا معايا اتنين شمورتا عديني هنا نحلينه وقبري طب هيا فلوس كله اهترو عند الحج سعيد اعمل ايه الحج سعيد منيه الحج سعيد بتاع الفراخ بقولك ايه الفراخ بتلبسها اه لا 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 احديهم يلبسوا خليهم يجوا ينفعوا ايوة يا عم يجوا فين هاتفلوس ولا ما اطلع اجيب انا من فوق انا عارف طريف الفلوس انت ملكة النهارده USE H protects تبتلق بشلاخدر ومشعب بحشار لك بجلل اطلع اللي هتلي فيه ماشا اطلع لك حاجة ماشا زود سلطات اه زود حاجة ولا هاني بولك ايه صاحبك ضعبيت قوي ده فولة اه ده محدوش اي خلفية عن اي حاجة طب اقول لك الحاجة مش هتصدق تعفنا كنت تعبط منه والله ايه بس انا بتريت بقى ايه اراكش شوية وبصراحة من ساعة معرفتك يا هاني وانا ساعة سياعة طب بقول لك ايه 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 انت ما عملتش كده بلكده كده ايه ما عملتش كده لا اعملت انت كدب ايوه انا كدب انتو كلكم كدبين كده وصراحة في نفس الوقت وما احنا اسلحنا صاحب بنمشي مع بعض على طول معقول ان اجيب باشا حطرتك هنا لسه موجود من امبرح مراوحتش اصلا انا في مرحلة خطر قوي والله يا فندم والله بنتعلم التفاني من ساعتك كان الله فاون ساعتك بس ما تقلقش حضرتك انا عارف انت مشغول بالقضية دي قد ايه انا وصلت الحاجة هتوصلنا للعصابة اشتر 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 يا فندم ممكن حضرتك تبص في الصورة دي لازم دلوقتي بعد يزن ساعتك فضل ايه؟ ما لها الصورة دي؟ الصورة دي اتخدت النهاردة لأحمد فاهمي فيما زاد علني بعد ما اشترع عدد نادر جدا لمجلة ميكي بمية وخمسين الف جنيه اوه مية وخمسين الف جنيه مش ملاحظ حاجة غريبة ساعتك طبعا واضحة زي الشمس اعملولي تحريات عن أحمد فاهمي مع أنه أعملش حاجة السنة دي في رمضان آه شو بيس الإعلان يا معلم واضحة زي الشمس يا فندم بص ورحمة فاهمي هبص صورات زي يا ابني ده في الصورة نيلي وشريهان وقفين ورحمة فاهمي آه نستشف من كده أن أحمد فاهمي يعمل الفوزير السنة الجاية مع نيلي وشريهان برافو عليك يا أحمد أنت حسك الأمني التطور جداً والفن كمان برافو 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 يا فندم مني وشريهان بتوقع العصابة مش بتوقع الفوزير هم هم آآ أيوة أيوة واضحة بس هو وصله في أول الكادر وحضوره قوي واخد منهم الصورة يعني أنت عايز مني إيه بقى؟ إيه علاقتك بأحمد فاهمي عايز إيه؟ يا فندم أحمد فاهمي الشكله كده هو ضربته من اللي جاية كلا أنا بحاول أوصله لك من الأول وأنت مش مركز معايا مفيش أي تطور لا في الحس الفني ولا في الحس الأمني يا أخي اتفضل 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 لا أعطي لين الدور أدينا جينا هنعمل إيه بقى؟ أنا عشان أخد قرار زي ده محتاجة مكان هادي عشان قاعد أفكر فيه إيه رأيك أطلع لصباق أعمل مساج؟ صباق إيه ونيلة إيه دلوقتي خلينا نخلص شيري هنا أنا مش مصدقة أصلا إن أنا وقفة في أوتل الأماكن النظيفة وحشتني قوي وأنا كمان وحشتني قوي قوي عيدك أول من أخذ الفلوس هنبلبط كده في الأسبوع يا جماعة يا جماعة أحمد فاهمي أهو أزايك أربارك إيه؟ كسان طيب ولا أهمك بطس ولا أهمك أهلاني أزايك أربارك إيه؟ طمام؟ الحمد لله وكيدا أربارك بسير بسير طب هنعمل إيه؟ بصنا عندي فكرة وربنا يسمحنا عليها أنت هتاخدش رهان وتروح والحفلة ورحمة فاهمي وأنا هطلع أنا وهني فوق القودة بتاعته هنجيب العدد طب أنت هتعرف رقم قطة من إيه؟ دي بقى سيبوه علي أنا أيوه هتعمل إيه؟ ملكش فيه بقى أنت بس عملي اللي قالك عليه خليك هو رحمة تفهمي وأول ما تلقوا طالع على القودة بتاعته كلمونا على طول أوكي يلا إحنا هنأعمل إيه؟ ملكش فيه بقى أيوه إيه لي مليش فيه؟ قولي هتعمل إيه عشان هنرتجل طب يلا نرتجل ماشي بس تخليك معايا أيوه أنا هروح فيه من معايا تجاريني في اللي أنا هعمله ماشي اخلاص انت هتسرق ورد شش 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 على فكرة يا هني ده أرضي مش بطاطا على أرضي الجنان دي الله بالخير أهلا وسهلا يا فنان حياك الله أهلا وسهلا أبي أعرف غرفة الفنان آه ما تفهمي وأنا أبي فوق الشجرة لا تأخذه يعشق الكوميديا نسميه عندنا الخليش كوميديا هو في الدورة الثلاثة وعشرين غرفة رقم آآ 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 خير يا فنان لا كنت هتقول رقم كيرا رقم رقم أه بس أنا كنت عايزة أتشرف بحضرتك آآ تتشرف بينا آآ تتشرف بينا آآني إلا آآني إسماء آآني آآ 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 أنا الأمير محمود سليمان أمير نزلة السمان وهذا شيخ العرب همام هه battles هي بناء هم تقول له هآي ايو 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 ش معنا هاديّة من أMMنا الشيخة نعسانة نبي نعطي هذه الورود نادرة الوجود للفنان أحمد فهمي وهي فيين يا فنم؟ هي معاك وهنا؟ يقول لك الأميرا نعسانة نعسانة نع block طيب مافيش مشكلة هيكسبها لنا وإحنا نوصيلها نسيب الورودانة يصير هذا والله مايصير حا الكلام ماهيصير ما يصير عن الحكيم؟ ما يصير، تبقى وزوعة، هذه وروض رقيقة، تحتاج معاملة طيب، هستأذنكم بس أسأل المدير وأجي أرد عليكم آه، خي، تشيك مع المدير تشيك، تشيك، هيا إيه رأي يا أخي؟ إيه رأي، إيه خيو، إنت بتقول إيه ده مش خليجي ده خليجي مية مية إيه إحنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على ده إيه يجي والله يابنا أنا سبع سنين فجامعة الدول بلقوة الخلايجة وعد أتكلم معهم ودي 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 إنت بتلقوة ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فاختخينا طيب، هل كنا بنقعد عن تفرغالي بشوفه مناس أنا آسف جداً اسمه الأمير، مش هقدر أديك رقم غرفة الأستاذ أحمد فاهم كافي ما تشوي رقم أحمد، عزبا، أرحيل رقم أحمد نعم، المدير جال لك مو يصير؟ الحياء جال مو يصير، هو المدير خليجي حقيقي أكيد ما أجل لك مو يصير، كافي تشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتنا هي السلام كما طرأ كان يا مكان، يا سعد يا إكرام معك الأمير فلان ابن علان لا، ده أمير في ألف ليلة وليلة لا، في مملكة كليلة ودمنا ابن الأميرة ندمانة بنت علانة ندمانة بعد ما جبتك طبعا ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي وخليك في خالك معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والظهور أبيعاً أعطيها للفنان أحمد فهم أخي، المدير قال مو يصير ليش ما يصير؟ مو يصير، وبعدين إحنا جايين الأول شلو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك كيفتش؟ كيفتش؟ يا أخي أرحمكم الله كيفتش؟ اعدي، اعدي، أخي يا أخي اخد علاج مو ينفى، مو يصير، وإحنا جايين الأول وبعد عننا يا قاطع الطريق، يا وجه الكانجرو أنا وجه الكانجرو؟ اي نعم؟ وتضرب الكرش؟ نعم هذه أنا ما يمحوها إلا الدم إلا الدم؟ نعم، الدم؟ synthesize وإنه؟ وحص لهاك، العزة لنا ولا عزة لك يا جماعة من بالكوا في كل منا لك لك ربما هيا بنا خلف الجبل هيا بناك هين لدي جوالك منك لله يا شيخ بواصلنا المصلحة مبسوط دلوقتي عم ضاحي ضاحي انتاش حرافك ان انا ضاحي يا شلام يا خير حويد انت قوي يعني يا ابني ما انت زي ما انت شنبك هو هو وشعرك هو هو وأدائك هو هو البرسعيدي زي الخليجي لا ما شفتنيش في السعيدي والحجالة أجنن ما شفناش يا سيدي بصوا بقى للآخر أنا عارف انتوا جايين عشان خاطر العدد وأنا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد فناخد العدد وبعد كده نتصافق طيب وانت هتعرف رقم القودة من ايه دي شغلان تاني على مؤخذة طيب ولمؤخذة احنا ايش ضمنا اللي الكلام اللي انت بتقوله يعني لما نجيب العدد مش تاخدوا مننا زي كل مرة آه حدق خلاص خشوا انتوا القودة وجيبوا العدد وخلوه معاكم وبعد كده هيبحلها ربنا طيب ماشي ممكن نتكلم خليجي شوية عشان ما نتفقس عشان انا حس ان احنا منسينا مش من خليج خلاص نغنى اغنية خليجي لحسن الجاسم اه أما براوة براوة أما براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة قلت حبيبي ملانا عدشانا يا ناس فن سن حبيبي طراوة خيال فراشال بيادي دا لو كان الودهاني هنا كان زين العلمانات دا حلاوة والنبيه شريه النسكوتي انتي وهاني بتاعك ده كميان مرايا موسيقى موسيقى بس بس موسيقى بس الحمد الله لبس القضان احنا التالاتة ايه عملنا كوية بس شريين عامدادا husbands mindset فيل كين colors بصو بقى ادكاشفي بعد أرقام اللهatoire واسامي الناس اللي نزل فيها ادنى واحدا معلش موسيقى المدون انت فيدي وقت دا اليوم هشوش ايض يا هاني بقولك ايه خلي بالك عشان عمدها بنا ما انا عارف ما وضحي معانا ضحي ضحي بيعمل معاك ويالله اخرب بيتك ما ديليش على فكرة الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح يضمه كل مرة بيقولوا كده ياض ما ديليش المرة دي امان يا هاني اسمعني يا هاني ما يفعش تعمل كده شفتي بقى هاني اللي انت فرحانة بيه استني بقى دلوقتي يا نيلي بقولك ايه هوا البو فيه هنا اوبن ولا علب علب يعني ايه بوكسس بوكسس انا اتغيرت انا اتغيرت بصوا بقى ادي كشفوا بارقام الغرف وعسام الناس لمقافزة تليفون عايزين نخلص بقى قالو اقولك ايه خلي بالك نيلي وشريانة اينا اه ما انا عارف ما هو هاني يوسيف معايا ما حاج بيعملوا ايه متخلف انت ما تلقش هابو الدهب بيه كله تحت السيطرة سيطرة ايه ويباب ايه باس صلى الله خربيت مخة وخلاص بقى امدهب بيه الله اوه كل شوال تتبه تتبه ما فيش حد ولا تكررية مع السلام امدهب بيه عشان هاخدش الحمام لما وزع المزنوب مع السلام مع السلام يا ساتر هلاك خلي بالك من هاني يوسيف اه بصوا بقى ادي كشف شا تبك قالك ايه اه لما انت خلت تبعك دي عمو بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف ما خلاص يا سيدي عارفنا طب ادي المستر كي اهو ايش ايش الاوضة رقامها تلاتة وعشرين زيرو خمس طيب ده بقى انا اخير بشكرتي يطلع لي رقم ما دخلو على الباب يفتح دخلو على الباب ايه ويفتح ايه يا ابني انت بتقول ده المفتاح افتح يا جماعة انتوا هتروشوك يا ابني ده المفتاح الممغنط الايه الممغنط طب خليه معك انت فيه ايه ده الممغنط ما انت عيل ما ممغنط ما خليه معك انت عايز يا جماعة ممغنطناش بقى خش انتوا القوضة سليكوا العدل وانا حقفلكو برا انا ادرجي لو حد جاه هخبط واكري ايه الممغنط ايه ده انت وانت صغير كنت تطلع عمارة وتأم خبط على الباب ده وتجري تجري تخبط على الباب التاري وتجري والجراني يطلعوا يفكروا ويصبح ام ام اللي خبطوا على وعد اه ايوه ايوه وكنت بروح بقى اصحابي هروح ارن الجرس صحابي هجروا وانا ما بلحاش اجري بقى اه كنت انت اللي بتلبسها ايلة كنت بروح موجوع بس مبسوط موجوع بس مبسوط مش بقولك علم مغمط الله ادقتني مع صاحبك انت وصاحب انا يلا بقى خشي وسليكوا العدل بصرحة بقولك ايه وانت صغير كنت بجيب سلك الموعين توالها في كده اه 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 واجب باسمان صلب كده واجرع بيه عربات السناش كده في التموذي ايه مجلب مجلب خلاص بقى خشوا بقى يلا سليكوا العدل بصرحة قبل ما نتكشف يلا يلا سليك يلا عارف الهاني وانا صغير كان لقى وقت صاحبي بيجيب بايا رسول ويجيب واللع كده ويطلع على رجهم ده جدا اقسم بالله رجد وحيات ربنا ده ود رحيم اهم لا لا الا الله ايه ده فتح فعلا الباب ايه فتح الباب بقولك انا الكرت ده لزمني هتعمل بيه يا هاني اصلا لما بتأخر ابوه بيقفل الباب وانا بتسوح فهتاخد ده عشان يفتح الباب بيقفل حديد ابو جنزيلي يعني ده هيفتحه بالزبط خدوا يعني ليه خالص اه خدوا ليه خالص على فكرة انا في عدم ملتك هجيبلك هداية لا مش معنى انا هجيبتلك هداية ومنت هجيبلي هداية ده الشغل اللي بقى بتاعي صغيرة عشان ما دفتكاش ان انا عايل تنح ولا حاجة بتاخوه يلا تعال بس تعال بس ابا ااذا يا شفت يا عم أحمد فهميك هاد فين اؤداء علاجاء اه الواحد بقى ايه وهم ريئ بالزبط – ندور؟ – يلا بينا انت يا عم بتاعمل ايه؟ في ايه؟ بتاعمل ايه؟ مو هو لازم لما تدود نقلي بالقودة كدا اه صح ايوة مش انا نلاقي الحاجة اذب ايه زبط استنى اشوف الشنطة دي فيها ايه ايه ده؟ عشان نحس ان احنا بندور رازم ننعكش الحاجات كده ماشي ماشي عندك حقا بتتعمل ايه؟ قايزوا يا رب بيتل على قد يا رب على قد ايه ده تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله؟ خده اللهه والله انت وقت جدع خد ده بقى تديل خلك محسن ايه ده؟ هيبقى عسل فيه لا خلي محسن برضو هل بي ساخدر طب خد ده تديل محسن اه الله اسفر حلو انا عارف دماغكو بس انت تعرف خلي محسن من ايه؟ مش انت حاجات لعنه كتير اه انا بقى نفسي معنش شيل دول هنا ودول هنا فكرني بيه وماشي ايه ده؟ ايه ده؟ اوام شاحمد فهمي ده بتاع سامير وشير وبهير اه هو اوامة لإيه ده؟ اوامة تلاقي بتاع اوامة التلاتة ايوه هم التلعش هالكوميديين ايوة صح ممكن تلاقيهم بيعملو بيفاقرة أو حاجة اوه يلبسوها والتعال او ده بتاعشيكو بس على فكرة ايوة العسل ده ايوة هاتوا نساومو عليه ده ولا هاني ايه؟ بص ده بقى يكمرك في الشتن ايسوا كده؟ حلو مفيش الشرتات بقى كده عليها بصم اوامة تفهمي بيشتغل في برسعيد ليه؟ معاها ايه ده؟ معاها بالا في قلب الشد بص حاجات حلو بقى هدكشف بأرقام الغرف وعسام الناس لما قابزة تليفون عايزين نخلص بقى قالو اقولك ايه خلي بالك نيلي وشرياني انا اه ما انا عارف ما هو هاني يوسيف معايا ما حاجة بيعمله ايه متخلف انت؟ ما تلاقش هابو ادهب بيه كله تحت السيطرة سيطرة فيه وعباب بيه بس الاخر بيت مخك ما خلاص بقى ادهب بيه الله اوه كله شوال تيبه تيبه ما فيش حد ولا تكرية مع السلام ادهب بيه عشان هاخدت الحمام لما هو ازعلي مزنوق مع السلام مع السلام ياسر هلا تخلي بالك من هاني وسيف اه بصوا بقى هدكشف بارقام الغرف بصوا بقى هدكشف بارقام الغرف ما خلاص يا سيدي عارفنا طب قادل مستركي اهو القوضة رقامها 23.05 طيب ده بقى انا اخر بشكلت يطلع لي رقم هدخلوا على الباب يفتح هدخلوا على الباب ايه ويفتح ايه؟ يا ابني انت بتقول ده المفتاح افتح يا جماعة انتوا هتروشوا يا ابني ده المفتاح الممغنط ممغنط طب خليه معك انت فيه ايه ده الممغنط يا جماعة ممغنط ممغنط يا جماعة ممغنطناش بقى خش انتوا القوضة سليكوا العجل وانا هقفلكوا برا انا دوردي لو حد جاه هخبط واكري ايه الممغنط دي؟ ايه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عمارة وتأم خبط على الباب ده وتجري تجري تخبط على الباب التاري وتجري والجران يطلعوا يفكروا تجري زبا ام الله اللي خبط على واحد هيوآ وهيوان اسيجieren زوع؟ ايه وكنت ماتبد��قى أم الله اه انا كنت اتف عليهم ولله انت كنت تعمل كده برضا اتخبط وتجري لا لوكنت بروح مع صاحبي هروح ارين الجراء الصاحبي ايجرو وانا ما بلحقش اجري بقى كنت انت اللي بتلبسها كنت بروح موجوع بس مبسوط موجوع بس مبسوط بش بقولك علم مغمط يلا بقى خشوا وسلكوا العدد بسرحة بقولك ايه وانت صغر كنت بجيب سلك الموعين تولى اه 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 واجب باسمان صلب كده واجرع بيه عرباتي اسناس كده مجرب مجرب خشوا بقى يلا سلكوا العدد بسرحة قبل ما نكشف يلا يلا سلكوا عارفة لاني وانا صغير كان ليه وقت صاحبي بيجيبها يا رسول ويجيبه والله عكده ويطلع الارجام ده جدا اقسم بالله وحيات ربنا دول رحيم ايه لا الا الله ايه؟ ده فتح فعلا الباب ايه فتح الباب بقولك ايه الكارت ده لزامني هتعمل بيه يا هاني؟ قصلا لما بتأخر ابوه بيقفل الباب وانا بتسوح فهتاخد ده عشان يفتح الباب بيكو الحديد اوه جنزيلي يعني ده هيفتحه الزبط خدوا يعني ليه خالص؟ اه خدوا ليه خالص على فكرة انا في عدم ملتك هجيبلك هداية لا مش معنى انا هجيبتلك هداية وبينت هجيبلي هداية ده الشغل الباب بتاعي صغيرة عشان ما تفتكاش ان انا عائلة تنح ولا حاجة اوه تاخوه يا لأ تعال بس راح اوه شوف اوه اوه شوفت يا عم أحمد فهم يقعد فين اه او ده قلاجة اه الواحد بقى ايه يدور وهو راية بزبط يلا يقول انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما ندور نقلق القوضة كده اه صح ايوه ايوه عشان احنا نلاقي الحاجة صح اما نلاقيها ازاي؟ استنى شوف الشانطة دي فيها ايه اه ايه ده؟ عشان نحس ان احنا بندور لازم بنعكش الحاجات ماشي ماشي عندك حق تتعمل ايه؟ ايسو يا ربي اطلع على قدي يا ربي على قدي ايه ده تصدق حلو عليك؟ مكتاب الله؟ خده اللهه والله انت قد جدع خده بقى تديل خلك محسن ايه ده؟ ايه بقى عسل فيه لا خلي محسن برده هلبس اخدر طب خده خده بقى تديل محسن اه الله اسفر حلو انا عارف دماغكو بس انت تعب خلي محسن من ايه؟ مش انت حاجيتلي عنه كتير؟ او انا بلس هستي معنش شيل الدول هنا ودول هنا تفكرني بيه وماشي؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ اوه مش احمد فهمي ده بتاع ساميره شرور وبهير اه هو امه ل ايه ده؟ امه ده تلاقي بتاع امه التلاتة ايوه هو امه التلاتة ايوه امه التلات عشان كوميديين ايوه صحبا ممكنت لهم بيعملو بفقرة او حاجة يلبسوها اه التعاني او ده بتعشيكوا بس على فكره ايووا العسل ده ايوه هاتو نساوموا علي ده والا هاني ايه بص ده بقه يقمرك في الشطن ايدو كده حلو مفيشي الشرطات بقه كده عليها واح ماتفهم بيشتغل في برسعيد ليه معها ايه ده معاها بالا في قلب الشد بص حاجات حلو أنا شاكر لمستر شاكر على دعوتنا النهاردة وبشكره أكتر لأنه وسط فيا ومضاني برنامج في قناته الجديدة والله العظيم والله العظيم ده أكتر راجل خير شفته في حياتي استغفر الله العظيم يا رب مفيش محتاج خبط على بابه ورجع مكسور الخاطر مفيش زميلة أو فنانة نزلت من شاقته مش واخد حقها وزيادة وده اللي شجعني عشان أمضي معاه برنامجي الجديد وعلى فكرة اللي هيقدم معي البرنامج ده مستر شادي شاكر احنا يمكن استقررنا على اسم مبدأي البرنامج وهو أنا وشادي اتربينا سوا لعبنا على الحبل واركبنا الهو البرنامج ده ممكن الناس تقول مستر شادي بيقدمه معايا كمحسوبية أو وسطة عشان ابن صاحب القناة أنا بقول لكم لا خالص والله العظيم والله العظيم كمان مر لا وسطة ولا محسوبية استغفر الله العظيم يا رب على الحفنات الكتب دي كان فيها سامي كبيرة جدا مرشحة انها تقدم معايا البرنامج زي أستاذ ويل لبراشي أستاذ معتز الدمرداش مستاذ جابر القرموتي مستاذ توفيق عكاشة أظن بعد الأسامي دي كلها أعرفنا ليه اختارنا مستر شادي أختارنا مستر شادي أختارنا مستر شادي حاضر يا باشي حاضر أقدمك هجبها بالقودة بسرعة بسه الحيش رهين ده هيتلع القودة طب تفتكي جزء الخيل اللي معنا دول خلصوا اللي بيعملوا ولا لسه أكيد لو كانوا خلصوا كنسيف هيكلمني يا مسبتي يا خرابي الهم مكبب على بابي وبابي أنا كما هنعمل ايه مش عارفة بس ده ما ينفعش يطلع لازم نثبته هنا أنا هتصرف تعالي أحمد فهمي سيك هامل ايه ممكن ناخد من وقتك بس 5 منتس أما علش أن لازم أطلع القودة بسرعة عشان أجيب حاجة وهنزل على طول ده هم خمس داي مش ناخد من وقتك كتير اي ده اي ده اي ده اي ده في حد بدايك يا فنان في ايه انتم معاكم دعوات ها انت ازاي بتكلمنا كده انت مش عارف احنا مين انتم مين أصلا احنا الفهماويين الفهما ايه الفهماوية يعني رابطة محبي أحمد فهمي بجد هو انا في حد قصلا بيحبني ايوة طبعا انت عندك فانس كتير جدا احنا عملناك بيج على فيسبوك فيها انا وبنت خلتي ولايك ثلاثة كمان أصحابنا لا لا ونسيتي شهاب وعلي ولطن تعتزال بيحبوك شهاب وعلي طب يمسك انت يخلع خلص الضغرين انا جيت فوقتي مش مناسب اتفاضل اتفاضل امروني خير احددك انا اختي صوتها حلو قوي ونفسي تسمعها اه طب انا هطلع بس بسرعة اعجيب حاجة وهنزل اعملي فكرة تسول تسول بس عطل بيحبك انا عايز اقول لك على حاجة انا باخسل الكلاو كان عندي جالسة النهاردة وما روحتهاش عشان اسمعها صوت اختي اللي فيها شبه من غدا عبدي الرازق دي لو سبعتها ويها بتغني اغنية بون سوري مش هتندم صدقني طب خمس دقيق وهنزل اسمحها والله العظيم انا مش ضمن عايش الخمس دقيق دول يا بيه ما تعيتيش غيضة لا حول ولا قوة الا بالله حيس بقى ان الموضوع انساني انا هكليك تغني هتطلعي دلوقتي حالا تركابي مصرح وتغني بس على شرط واحد بس تقولي ان انا جايبك هدية لابن صاحب القناة انا مزدومة فيك انت ازاي مش طيب مش زاي ما بتطلع في التمثيل والانتربيوز امه ليه بكرا لما تخش الشغلانة اتعرف انها ماشية كده الجهازة حلو على ما قدمك لا حول علاقاتي الا بالله شفتيه بيعابل ازاي اعمل خلاص مش مهامين مهامين مش هيطلع لقودة احنا بقى هنعمل ايدي بقتي تعالي مش لاقى اي حاجة وانت هتفضل نايم كده هساهم ندور لوحدي ما لك يا سيف متعصب ليه متعصب عشان احنا في الدوريك 23 وعشرين وانا عندي فوبيا اماكن مرتفعة لا اقطعك واقطع فوبيتك فوبيا اماكن مرتفعة واماكن منخفضة واماكن سيحية كل حاجة فوبيا ممكن تبطل كسل وتقوم تدور معي مش كسل يا ابني مش كسل انتا مروحة و optim جامد صح؟ جامد صح لسه بقى هزبطك دلوقتي هزبطني ازاي هنطلب اتنين مساج يمغنطوك انت عم تخالفة هاني واحنا معلق فلوس للمساج يا ابني وقال حساب على صاحب القوضة ايوة صاحب طيب افترد طلق عندي فوق المساج ممكن ما يبقاش عندك وممكن يبقى عندي وممكن ما يبقاش عندك جمد قلبك النور هيا معنيك مفتاح باب القوضة صادق مددد يا عمي اخلص بقى انا عندي فكرة ايه طلق ما احنا مش هندفع فلوس واي حاجة لنا احنا نجيب اكل انا بقى ليكتر قوي مكلتش وجعان قوي وكل الاكل اللي بنكله معفن قوي مهاش بس ممكن يكون عندك فوبيا من الاكل يعني ممكن يكون عندك فوبيا من الخضار مثلا لا لا انا ما عندش فوبيا من الخضار انا عندي فوبيا من حاجة واحدة في الخضار ايه هي القتة هاني مين يابني ما عندوش فوبيا من القتة الطام النسيف انت انسان كويس انا محضر لكم وفاجأة الفرقة اللي جاية تغني دلوقتي حالا جاية مخصوص والله العظيم والله العظيم كمان مرة انا معطلهم عن التور بتاعهم في امريكا كل ده عشان عيون شادي اجمل عيد ميلاد الليلة 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 وهنعمل زيتا وهو الليلة الليلة طب اجمل عيد ميلاد الليلة الليلة وهنعمل زيتا وهو الليلة الليلة حوالي تترد هنتلم وشوي هتتعجلهم من كل الأصحاب ودعيه الليلة الليلة سقف وزبطت وغنط مططط ومحدش يفضل مطرحه ارسموا لونه يلا تجنن عايزينكم كلكم تفرحه سقف وزبطت وغنط مططط ومحدش يفضل مطرحه ارسموا لونه يلا تجنن عايزينكم كلكم تفرحه أجمل عيد ميلاد الليلة 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 اجمل عيني لدي الليلة 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 ما هنعمل زيت او الليلة 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 اجمل عيني لدي الليلة 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 ما هنعمل زيت او الليلة 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 حالاً تعلن كل الجمع يجو قوام هنطح في الشمع ونغنيلو اغاني كالليلة الليلة الليلة سقفوا سقطت وغنيت مطت ومحدش يفضل مطرحوا ارسموا لونوا يلا تجننوا عايز انكم كلكم تفرحوا سقفوا سقطت وغنيت مطت ومحدش يفضل مطرحوا اتسبوا لونوا يلا تكننوا عايزكم كلكم تفرغونين عايز ميلادوا الليلة يا نهار اسود هاني ولا هاني تفعي تعال انت سرقنا بالاختراح اختراح ايه دبانيو بيزغزب والماء بتدرب في حتاك بتدرب في حتاك فيه لا مش هحرقلك ايه لا ونزل اه لعي ايه اه لعي ايه احمد فهم ايه ايه اللي جابه ده ايه اللي جابه احنا في السويت بتاعه طب روح الهيه الهي الساك قدملو حاجة الاتكلم عالك ايه اللي اتناه ايه اللي اتناه انا اتصرف اروح اروح بج � ایه اللي اتناه ايه اللي اتناه يوس remote يا عالي! يا عالي! يا عالي! يا عالي! هتعلت! يا بدين مجنونة عملت ايه! هتعلت احمل شو عالي! ليه! ليه عايز تمثل! همثل ايه؟ انا قدلت الناس كتير هوا في الشغل انا غاني! انت الدم بقى عندك رخيصة سيف! والعمل هنعمل ايه في الجزة؟ لازم نخفيها طبعا! بقولك ايه؟ روحت للترولي! عايز الترولي! يا حالولي! بسرعة! بسرعة يا سيف بسرعة! لا الحق اخذ اللي قد صحبا لما ايجي! ما بيردش عليها الزفت هاني! سيف رد عليكي؟ لا برضو موبايله مقفول! انت بجربي تاني كده! ما بيردش برضو ابن البردة! مش هينفهم يفضل اللي قفين كده! تاكسي! يلا اركبي! انا عملت ايه؟ كله تماما! مدهب ايه؟ جادعة يا ضاح! لا كمان وسوحت لك العقال ودخلتهم لك قودة تانية! خلاص ما انا قلت لك جادعة يا ضاح! ايه يعني انا ارزل لك شجر بجر ايدي! لا انا مقصوتش ابو الدهب بيه! بس الحكاية دي يعني عايزة لك حسابات تانية! اه طبعا انا انا ايه ليك يا ضاح! قريبة! انت وفقت كده على طول ابو الدهب بيه! يا ابن انت حبيبي بقولك انت حبيبي! وبعدين يعني هو الكلام بفلوس! ضوّع! يلا اطلع! يلا والله! اطلع! حاضر! حاضر ابو الدهب بيه! ما تنساش بقى وانت ماشي تناول اللي عربها بنزين! واحذر بكرة! حاسبني بكرة والنبع ابو الدهب بيه الله يخليك! ما امركالت عليك حاجة! لا ابدا! طيب! ابدا! حاضر بكملة المصريف! موسيقى هم دول يا فندم اللي خطفوه! ولما راجعنا الشرايط اللي انهم فيه في ريسبشن مع البنتين دول! هم دول نيل وشير هان اللي انا بادور عليهم! واكيد الولادين اللي معاهم دول هاني وسيف اللي الصباح عدتلي عليهم! ومين دول يا فندم؟ دعصابة كبيرة تستهدي في النجوم! بس نهايته ما تبع على ايدي ان شاء الله! انا محتاج اروح الوقضة عشان اشوفها بنفسي! تقدر تتفضل يا فندم! مم! ايه الاخبار؟ تمام يا فندم! شغالين! ممم! هو المجنع ليه اختفى من امتى؟ ما نعرفش حرارتك! الهو سكيم اكتلع بنصف ساعة! لا الوقضة زي ما حالت شايفها كده بالظبط! مم! ممم! ايه دا؟ ايه دا؟ ميني سايب تليفونه مفتوحه؟ احنا بنشتغل يا اسادزة! مفيش يا فندم كل تليفونات مقفولة! امال الا انا سامع دا! مرح! مراو يا بريفين الذي سايب تليفونات! مرح! مرحف! احنا نباتيّا! ام passionان! بات طناعيحية! يهنا نباتيّا! بات طناعيحية! احنا نباتيّا! بات طناعيحية! مراو يا بريفين تليفونك! ألو؟ لا أنا مش هاني أنا مين؟ أنا لقيت التليفون ده في الشارع أيوة أنا اسمي سميدة لا إحنا ما ناخدش حاجة حرار قولوا لنا أنتو فين وإحنا نجيبهم لكم لحد عندكم أيوة أممال قولي عنوان آه عارف أيوة على اليمين؟ أيوة عارفة مع السلامة ضحوا يا جماعة مش قادرة استعمل إيه ده هارس وين؟ إيه اللي انتو شايلينو ده؟ شش أقول لكم إيه؟ إحنا يا لابن الله ده على العدد ما لقناوش قلنا نجيبه بنفسه يقول لنا بقى فين العدد هوا مين ده؟ إحنا لسي سايبينو في القتل سايبينو في القتل؟ يالهر إيش هو دم المين ده؟ يعني هو طالع بدورين ولا إيه؟ هاي 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 حرام عليكم حرام عليكم سيبونا إيش عايش فينو بطل ضرب فيها جدوى للضرب ولا جدوى الحصص ده الخليل كوميدي آه طبعا أحب الميز بتوعك شكرا نفسي حاسبوه على عنا خليل كوميدي وكل الجاون الجاون جاون يا ما هاي عايش هو؟ ده الخليل كوميدي مشهور جدًا مش عارف ليه هو إيه اللي خليكم تختفوه الخليل ده؟ ما هو ده لي كان موجود في القوضة يا جماعة دي قطي انا؟ قطي ولا قطتي؟ يا جماعة في مصيبة كبيرة. الراجل ده عرف شكلنا. لو سبناه هيبلغ عننا. لو قعدناه هيشلنا ويطلع عن اهلنا. لا لا احنا هنسهر للصبح ده هيدحك انه هيدحك. انا ممكن اضحك وقال لكم فوزير. يلو. او ممكن اقول لك فزورة. اهلو انا صغيورة. اه. عارف ان حالتها. اه. حبيبي اه. اقول لي ليه الدكتور بيقدر المريد بنج. تخيل معي ليه. ليه خيلو. عاشروا الدكتور معندوش بنجي بونج. بنجي بونج وبالياردو. تان تارا لارا. تان تان. مش هيد العسل عسل. اقول لك ده حلوة كمان. موسي. مرة واحد اشترق لمن. واحد يكتب بيه. وتاني يكتب سي. تان تارا لارا. اه. اي. 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 قلبي. قلبي اي. اه. ليه قتلنا الخليل. علشان ده متقين. تا تارا لارا. تا تا. كده. قتلته البسمة. قتلته الدحكة. انا محبه جد. بس بقى. لا تقلقوش. ما تقلقوش. انا اكلم حد دلوقتي خلصني من جثته. ايه ده. الموبايل فين. تليفونك وقع منك في الشرع يا هلهوتة. وفيه راجل قال لي انه هيجبهولي. ما تقلقش. شرع ايه. انا نسيت التليفون في القوتيل. ايه. امان مين الراجل ده وقال لي كده ليه. تربيتك. دولها كده البوليس. هاري سوي البوليس. انتي قلت له هيقابك فين. قلت لهم العنوان وزمانهم جايين على هاني. طيب يلا نهرب بسرعة. لا لا نهرب ايه يا جماعة مش نسيبني خليل كمدي. حبيتيه صحيح. حبيته اول. ايوه شفتوا بيداها بقى. خلولي. خلولي. يلا بسرعة. يلا بسرعة. يلا بسرعة. يلا بسرعة. يلا بسرعة. اجري. لو حد سألك ها. ورينه ان الخالة ماشي. من عيني اي روحي. لا بان راح علي ايدي والنبي بواسر. اهاني موصكيش عليها ولا ايه؟ بالراحة عليها المتلصة اتفضلي 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 اه اه اتفضلي يخرب بيتك يا هاني خشي خشي خلعينا البريلو وحمريننا النجدس ماشي انت واضح عليك ان انت شقي قوي لا ده في هامبورجر لا سرها بعديلك يا لهوي مين ده؟ والمصحف ما عارف مين ده؟ بقولك ايه؟ انت كان واحد بقى يا اخوي على كده عرفني قامل اول يا سيت هنا لواحد بس انا ده غزة ا انا اللي قدامك انا ما عارفتش مين ده انت يا هامبى لم اتفقش معي على كده خالط وأنا اتفق معي على كده انا كمان اه افتح لي بقى الجروب يا اخوي بوليس بوليس! حاضر حاضر بوليس يا نبس افتح انت مش مصدقني ماشي بش مصدي ماشي ف αυτό احهلا وسهلا افتح لا عليك فندي فندي فهن بغير بس انا قاس و مش هينفع انا بوليس اشوف كل الغيرات يا فندي مهليش بس مش هينفع بغير فمين نيلي وشريهان مين نيلي وشريهان دول بتوع الفوزير؟ ما تفرجش على فوزير لا يا فندي معرفش طب فين هنة وسيفي ايه الاسامي ده انا شريف يا فندي معرفش مين دول افتح دقى ما تتعبناش ساعاتك اذن يوه بس بعد اذنك اه انت بان عليك متعلم و هترغي كتير هتتعبنك سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته اهلا 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 ايه ده مين ده حضرتك ده والله العظيم معرفه ده انا لسه هموت واتعرف عليها بس حدك ما لديك لاش فرصة اهه ده اللي انت سايبني بقى واقف على الباب واقعد تغير علشانها انا ملحقت شف انت بحلق فين بقدمنا هو ايه ده ده الخليل كوميدي طب اتفضلوا معي طب بعد ايه هتفضل معي بس ممكن اطلعنا هي بس ربع ساعة وانزل لك على طول ربع ساعة ده بس هو السلم اللي طويل انا هتلعبوزها وانزل على طول بس بعد ازدك انا هتعبال اخسى عليك ده انا كنت هاخدك مثلا اعلالية طب عشان السلم ده انا هسيبلك ده واخد ده لا يا فندم مليش في كوميدي والله العظيم تسيبلي ده ليه ايه ايه انا خلة خلة في المنفلة تان ترارارن تان تان ممكن كفاءة شرب بقى وطلبات عشان ما عاناش فلوس لو طلبنا سكر مش هندفع اطلبوا يا جماعة اللي انتوا عايزينه فيها مسير نبقى نجري مفهاش حاجة مالك يا نالي ما خلص خلاصنا انا عمري ما هسامحكي شريهانك حتى لو لقينا الفلوس وكل ده تمسح من حياتنا ايه ليه تخليني شكلي كده زي المقشطين من الشارع مقشطين ايه بس قصما بالله شكلك بالعباية الصمر سيكسي بكتير عن شكلك العادي والله شكلك يلوح المول كده ما قدرت شكاهم العرض انت دعا تشربه اصلا اشربه ايه ومش استحلب بس بقى هاني بس عشان مستقبلنا دعا وشريف زمانه تحبس والمجلة مع عم دهب بقولكو ايه بتيجي نسلم نفسنا نسلم نفسنا ازاي يعنى هو هنتحبس وكمان مش هناخد فلوس بقولك ايه احنا نطلع على عم دهب في المكتب وناخد المجلة يا سلام وعم دهب ده هيدينا المجلة بالسهل يا بنت عم دهب ده لو شافنا هيودينا للجلس على طول اصلا كل المصايب اللي بتحصل لنا دي بسبب عم دهب عصابة النجوم كما اطلق عليها في الشارع المصري نيلي وشريهان واتبعهم اتبعهم اتبعهم هم مقالوش يا سامينا ليه واشنا مش عادي المقام هوا ايه الصورة اللي حتنهالي دي انا عندي صور احنا من كلاب كتير الصورة تقري في الكلب استدائي بقى لو كانوا حطوا صورتك بالعبية كانت تبهيرك كده تبهيرك شريهان انت بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفة هو انا لما لبسي العبية غصبة عني بتكلم كده تلقيني بعني كده اوكي من اخطر واعتاء المجرمون وتبحث عنهم الشرطة بضروة وضعت مكافأة لكل من يعثر عليهم او يدلي بمعلومة عنهم وقدرها خمسون الف جنيها مصري ايه ده بدوبي؟ الخمسين حلوة؟ لا لا يا جماعة في ايه؟ انتوا تجننتوا ولا ايه؟ انا لا يمكن ابلغ عنكم ابدا يبقى انتوا حاطوا في دماغك اللي انت ببلغ لا لا انتوا اللي دماغكوا قذرة على فكرة هو خمسين الف علينا كلنا ولا على الرأس الواحدة خمسين الف؟ شفتوا؟ مجرد سؤال على فكرة خلونا دلوقتي نشوف بعض اللقاءات الحصرية مع ضحايا المجرمين لا انا نجيت من الموت بقعجوبة بقعجوبة بجد والبنات دول اول ما اتكلمت معاهم عرفت ان فيهم حاجة مش طبيعية بجد وانا احب اولا اشكر جمهوري العزيز طبعا بيتطمن علي واحب اوصل رسالة للبنات دول انتوا عايزين ايه من الفنانين؟ عايزين مننا ايه؟ عشان احنا الحيطة الميلة يعني؟ عايزين نبطل نغني؟ عايزين نبطل نمثل؟ مش حنبطل نغني مش حنبطل نمثل لا مهما خوفتونا ومهما ارهبتونا مش هتكتموا صوتنا هاي الاوبر ده؟ طبعا لايه اصطلق لاختافها انا هقول لكم على اللي حصل بالزبط انا شفت الموت بعنيا كنت داخل القوضة فجأة اغم علي فجأة رحت لقيت العصابة العصابة الخطيرة خطيرة ولا فطيرة تان ترارا تان تان ومعانا دلوقتي لقاء مع والد احد افراد العصابة من داخل المحبز وكمان بابي؟ انا من خلال برنامجكم بناشت بنتي بنتي نيلي والله وحشتيني اوي يا نيلي لا بجد ريلي وحشتيني اوي يا نيلي عايز اقولك حاجة يا نيلي سامحين يا بنتي بس واضح ان الميولة العدوانية تجاه الفنانين عندك من زمان اوي ومتقصلة افكرك؟ لا لا اسمحيل افكرك نيلي من فضلك ما تقطعنش فاكرة في حفلة عيد ملادك لما جبتلك الأستاذ سامير اسكندراني وقالعتي له في الدوجلس ينفع وبيغني ابنيته الجميلة يا نخلتين في العلالة يا بلاحم دوا يا جماعة بابي فاهم غلط انا ما عملتش كده هو الراجل كان بيتافي معي الشمع فعلا ما واته كده نور مسكت فيه ايو اكيد كان بيغني يا نخلتين في العلالة يا بلاحم امتحرق وابول يا بلاحم ما عرفش مش فاكرة عني يا غنيا بالزبط نيلي يا بنتي الهرب لا يفيد وأنا أحسن مثال قدامك حاولت الهرب كتير وفي الآخر ما تقفش نيلي الجريمة لا تفيد وحشتيني يا جماعة جاءلا نمشي من هنا بسرعا الناس التالت تشوفنا وتشكي فينا حاو نروح فين ما كل حتة هنروحها تشبقى مترقبة بالزبط وما تنسوش ان الناس دلوقتي بيتعرفة شكلنا يعني اي حد هيشوفنا هيسلمنا على طول دول خمسين ألف جنيه انت متبت ليه في الخمسين ألف جنيه هاني النفس ضعيفة قوي طب بقلكو ايه نروح هندعم بندق معاك دعم بندق ده كمان مترقب هنشوف يلا بينا يلا 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 اعملي اداء يا نالي بيتش يا صاحة شفت البدلة الجنز اللي فيها جليطة دي هموت وجبها لا ايه حبيبتي نعجباني لعباية السامرة بالاسترس دي اخوتك دول يا حمادة كده اوعى تصدق اللي بيتقال عليهم ويزة فيزة حلوة ويزة فيزة حلوة يا فنيك كتز اريال حالا هوديك الكتز اريال دلوقتي ودي خناجر كلمين اتدي له عشان نسكار ماشا اجيبلكو بودو بقا هو فيه ايه؟ من إبارح مش عارفين تعلقواه؟ وهم الله أنا حقق معاه امتى؟ ده حتإذلك يا هندر طيب حاجة مش عارفت علقني ثق data barrier من قد انتهيakin ده حقن على الأرض قد أنا ما عارفش حاجة يا فاندر أما عارفش عنهم أي حاجة ده عايزني صدقك؟ BEING TIME PED遠 لا اسنمrzy!! يا فاندر أنا ما عارفش غير صيف يا فاندر صيف هو يmembr risi و appropriate assets وهالي يمbr eskiti ALIja individui في واحدك فاكر البنت ها؟ بغض النظر حداك شكل مش مصدقني يا فندم ولا إيه؟ لا مش مصدقك طب يا فندم يعرفت علاقني بقى؟ ابق علاقني وريني بقى آه علاق علاقوه يا باشة تقيل آه يا باشة؟ ده المنبارة عزيني علاقوه مش عارفيني علاقوه يا باشة؟ طب عجبك المحمضة دي يا فندم عجبك المحمضة دي الناس ده بدعوا معنا والله أرجوك يا فندم ريحك طيب خلاص اضربوه هو على الأرض بسم الله ما شاء الله نزل بقى بسم الله ما شاء الله فكرة حلوة جدا والله ما أعرف أنه أنا بس هديه ظاهر أنا آسف ها؟ حبيبي براحتك أنت مش غريب تفضل تفضل براحتك رجال ها؟ مطيف أول ولا من ده سيف بص كده كويس في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد طب يلا بينا يا جماعة ننزل نسترسب في الاستخبص كده من غير محد يحس بينا يلا شوشو مم يلا بينا ماشي جائعوك طب دي مش هتقوم يلا بينا احنا يا جماعة طيب خلاص يا شريهين خليكي هنا ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمين على طول شكيه شريهين ما تنميش هنروح في دعية كده ماشي عايب عليكي وأنا حمدها يلا بينا يلا يلا بسرعة قبل العربية دي السماء عليكم السماء عليكم السماء يا حجة فضات سيف بص كده كويس في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد طب يلا بينا يا جماعة ننزل نسترسب في الاستخبص كده من غير محد يحس بينا يلا شوشو يلا بينا ماشي جاعة طب دي مش هتقوم يلا بينا احنا جدا طيب خلاص يا شريهين خليكي هنا ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمين على طول شكيه شريهين ما تنميش هنروح في دعية كده ماشي عايب عليكي وأنا حمدها يلا بينا ميش يلا يل أبسدني قبل عربية دي كنت س والي وأنا رأيكم السامي يحك تفض دار ايه ده هم نازل نغمات للجرس؟ استنى اضرب انا تضرب بس يا ماما هو هلالعب يا جامعة اكيد البوليس قفش دلوقتي وعمال يعزبه عشان يرى علينا يا حبيبي اعمى بندق يعزبه يا متخلف انت البوليس هيجيله البيت يعزبه في البيت ده البوليس لو عايز يعزبه وياخده الاسم يطلع عين اللي جابوهنا ممكن يكون الاسم زحمه وما فيش مكان طب تفتكروا مين اللي هيكون بيعزبه بقولوك ايه تعالى نشوف بالشباك انا ما عرفش حاجة طب صدوني انا ما عرفش حاجة الراجل ده شكله حيتعبنا اه وعبو الدهب بيه لا 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 ده بقاله اكتر من تلك ساعات مش عايز يتكلم بقولك ايه شغل السلك بالاش السلك ايه ده ده عم ذهب وضاحي جوا بالاش السلك علاية هو الحقه ده بيكهربوا وبيضحك روحوا حلو اقو الراجل ده يا حرام يا حرام ايه يا جماعة دول بيزغزغوه الراجل حطت السلك في بقه و السلك التاني في رجله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي اكيد هو بيغلس عليهم مش عايز يقولهم معلومات هو احنا يعني كنا طلعنا منهم معلومات اكيد مش فاكر حاجة اعترف اعترف ما تكمل اول وتراح نفسك طب 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 انتو انتو حزيني اعترف باي وما اعترف الوقت الكلمات المتقطعة بتقول ان حل اللغز في قصة ميكي والوقضة السحرية والقصة قدامنا ايه قريناها يجي ربعمائة مرة مش واهم منها حاجة ايوه 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 ماما عروفة ديه ماما ودهه فيلا ابو الخير جدي ميكي انتعرفت ازاي اه مكتوب يافطه هو على الصور بتاع الفيلا فيلا ابو الخير طب فين باي حكاة الوقضة المسحولة لا ما ما دي احكيت احكاة كبيرة اوي اوي يعني متعب صراحة متعب احكاكم قول صحية بس هيات طويلة شوائية قول يا سلام في يوم شمسه يعني كانت ساطعة في يوم قمر الجميل كده الشمس كانت متعامدة على وش رمسيس التاني في معبد ابو سبب ايوه وراه عظيم كده هوق فجأة وراه عظيم زلزيل براكين مطر اليوم ده هو اليوم اللي كان يزانا vão scientist Andy With him فين بقى كانت الوضع الصحرية؟ ما هي جولفعلان ياني في نصليل أهس ه Knowing هب هب شلوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا هب الأرض وتولى دميك ما أنت لس يال الحكاية دي؟ فين بقى الوضع المسحورة؟ هسيبه! سيبه يا بودهبي! خليه كمل! دي الحكاية لسه هتحلاوه! كمل يا عم بن داري! اوعد داري! حصل ايه! جولفو دان هانم بقى بعد القرن مطاشر هب! رحوا شايدينها قالوا ايه نوديها المستشفى بقى! وده كتره وحاجات كده هم بدلحقوها! هبو هم بيشلوها كده! الود ميكرا عامل مجرس فيها ابن لازينة! دي! طلعت نصره أصول! ايه نحاولي! الود مستشفى في العبرة! رحوا شايدينه فاتحين قوضة حطوها في القوضة على السرير! بوم! الود الزهر! ياه سبحانه! ما اعظم شأنه! انت بتستخرب على ايه! وابقولك انت ولد واد برسل! اه صحيح! ايه علاقة اللي انت بتقوله بالقوضة المسهورة! ما هي! سموها القوضة المسهورة عشان الود اتولد فيها من غير لا دكتور ولا يداية ولا مستشفى ولا حاجة ابدا! يعني فين ام القوضة السعرية؟ ما هو قالك قبل كده يا ابو الدهب دي! وحضرتك مفهبتش عندي بيت مكاوي! يلا! فوقك وخلي! يلا معانا! يلا معانا فين؟ معانا فين؟ هروح على البيت ده! الله طب انت عرفت القوضة المسهورة فين؟ ما تروح انت؟ فين حتة القوضة المسهورة؟ الله! ما انت عارف يا فيلا بلخير؟ يلا رجلك على رجلينة لقد تماخد الفلوس! يلا مش رايح! مش رايح؟ ايه! شغل السلح! ايه! طب يلا نمشي من هنا لحظة نشوفونا! نمشي ازاي يا ابني؟ احنا لازم ناخد المجلة! ايه ناخد المجلة ازاي؟ يعني نخش عنا نضربهم وناخد المجلة؟ خلاص يا جماعة! سيبوا الموضوع ده علينا! تعالوا قريب صورة! يلا! تعالوا! تعالوا! اسمعوا! ركزوا كويس! كل واحد هياخد عصايا! اي حد هيطلع هنتديله على دماغه ونسحبه على طول! وشمعني بقى انت مديني بقى انت العصايا الطويلة وخدت انت العصايا عشان تلاخمي! لا! عشان لو كنت اديتك الصغيرة كنت هتقولش معنى ان انا اللي واخد الصغيرة انا عارف النوعية ده كويس! تمبالشي هاني! ممكن نبدل ما بعده عشان العصايا بتعتي فيها الشوك؟ ما بتحبيش الشوك؟ لا! ليش خوتي دي من غير شوك! تانكيو! يا خباة عاكملوا خواطنهم! هنقتلهم! لا! لا! هنضربهم! هنشكلهم بقى في حدًا! ما تخافش! سيف! بطل جبن يلا! يلا! يا خواتر بس وعدة وعدة علايا! رجلها بتوقعني! لا خليل! ياه! هرب السايا بس انتو! هدتبي معاك وليه انت! هان! انا هامل معاك وليه انت! ياه! 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 ألحاجين 되지! ايLe Noah è oopsie! ألي كنت قلت. لا اهم pay DI? لكن بس مش عام بندiction رأي! بس مش عام بنداري! عام بنداري! خير الله! خير الله! يلي انا اهامشي! انا مش بتاعات الحاجيط دي! مش حاج يسمي خير الله عموما! ايه ده فخي يسمي! ايه ده! صحي! كنت لسّة صحي يا ضاحي! آه! لسّة صح من اللي علمك بسكت النبوت يا ابن النابي تطردت على كلم التوتو النبوت مش بمسردس يا أخينا أيوة ما عندي ربنا دي انتا قمت انتا قمت عملي فيه رامبو ده ده لو جبت كلبك الحرسل تفوه عليك هيا سيف فهمت حاجة؟ ولا أي حاجة طب هي القصة بتقول إيه؟ القصة بتقول إن دونجل كان عايز يسرق قصر ميكي قم ميكي قفشه وحبسه في القدرة السحرية وقال له هتفق معك اتفاق لو كسبتني في الشطرنج هسيبك تخرج من القدرة السحرية ولو خسرت هسيبك محبوس فيها يعني إيه اللي حصل يا سيف مش فهمة؟ ميكي كسب دونجل وحبس دونجل؟ لأ سابه ليه هممش يتفقوا لو كسبوا هيحبسوا؟ العفو عند المجدرة يا سلام ميكي ده تلعب نبلد بقى بس ياد انت هو عم فندق نعم فهمت حاجة من القصة دي؟ الله إلا عزيم تلاتها ما أنا فاهم أي حاجة يعني أنا أنا أقول اللي أنا فاهم إن أنا عارف البيت وعارف القدرة المشهورة وعارف كمان حكاية اللعبة بالشطرنج دي جدك اللي أرحمه كان يحب يلعب بالشطرنج يعني وكان يختار الجيش اللبيض يقولك العسكار اللبيض ينفع في لوم لسوي أول الله أنا عندي حكاية قوية بس بس سيبك بقى من ذكرياتك وقصصك المقرفة دي وقديني عند بيت جده القديم وانا قلت لأ تعالوا يلا تفضل يلا يلا ايه ده؟ انت جايبنا الاسم اللي هي عم بندق انت هتسلمنا ولا ايه؟ يابني اشلمك ايه باش؟ اشلمك ايه؟ ده كان هنا هو ايه اللي كان هنا؟ بيت جدوكو كان هنا اه طوال تقولي بقى كان هنا كان بيشرب الشي هنا وبيحط السكر هنا وبيزروت هنا والله العظيم تلاتة بيت جدوكو كان هنا ازاي بس يا عم بندق ده اسم اسم ايوة قبل بيكون اسم كان بيت جدوكو هو بصراحة مش بيت جدوكو ده كان بيت جدي جدوكو وبعا كده كان فيه واقف الحكومة بقى رافحت قضية كسبة الواقف ده قالبته اسم يعني يا ربي يوم منلاقي مكان بسهولة هيطلع لمؤاخذة اسم لا واحنا كمان مطلوب القبض علينا شو فيه سخرية القدر طب معلش يا عم بندق القودة السحرية اللي موجودة في المجلة انهي قودة ايوة ايه ايه او بتقولش الاسم كده هتلاقي القودة دي على ايدي كريبين تحت مير السلم على طبي سيبوا الموضوع ده علي يا جماعة هتعمل ايه؟ هعاي ستلكو بقى الموضوع ده يا قودة هتتحبس ياه السلام عليكم دفعة نعم يا سيدي وانا بنا كنت بدور على شغلانا وعايز اعرف مش عايزين امناء شرطة انا امين جدا ومقربش الحاجة مش بتاعتي ولو على رقابتي انت شارب حاجة ولا ايه؟ ليه يا عم شارب ايه خود انت عايز انت تشرب سجارة مسلا خود فضل ايه خير ليك حد في الحجز؟ لا بس كنت عايز اعرف حاجة يعني حاجة ايه؟ دلوقتي الاسم ده فيه سلم صح؟ صح تحت السلم بقى فيه قوضة القوضة دي بتاعت ايه؟ وتسأل ليه؟ لا اصلا انا كنت بدور على حاجة اقجار جديد وهنا الاسم جنب الشغل فيبقى مصلحة تحت استازرف يا خفيف؟ يا عمي بنهزر معاك خذ تجارة تانية ايه؟ اه لا الصراح انا كان لقى مصلحة في مكتب التجنيد وعايز اعرف مكتب التجنيد فين؟ اه انا بقول كده برضو انك متهرب عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده المبنى الملحق؟ اه عاكيد كان بيلعب طول السنة وما فتحش شباك ده ما انا عليك خفيف؟ لا يا عمي بنهزر معاك خذ تجارة تالتة ايه؟ اه طب القوضة بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه؟ دي الحجز الحجز الحجز؟ تحب تخش؟ لا اخش ايه لما اروح عمي المصيبة وبقى جيلك ان شاء الله اتفضل يا بيه ماشي شكرا احب ابشركم يا جماعة ان الموضوع طلع اسهل مما انا تخيل القوضة اللي احنا بندور عليها دي بقى تبقى قوضة ايه؟ ايه؟ قوضة الحجز بتاع الاسم لا حرام عليك يا جدو بجده حرام عليك ربنا يسمحك ربنا صبعنا هايش امهم يا بيت ان دي كان بيحبوكوا قوي قوي معين هو ايش عرفوا ان القوضة جهة بقى قوضة الحجز؟ لا انا متأكدة انه كان عارف امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع طب يا جماعة احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده عم بوندو عشي هنتقل عليك بقى وان بيات عندك النهارد انا تباتوا عندنا؟ لا 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 انتوا كده مجرمين والتسطر على مجرم كده اروح انا في كلبوش فيه في البيت عندك يا عم بوندو مش قلتلك اول من رجل الكبير شاعره يبقى رزي يعرفي انه اه؟ عيب يا وقت كلام ده اكتشو ان بيات عندي لأ انا قلت لأ ازا عزتوا اي حاجة بقى اي بكلموني احنا عايزين هو عايزين ان بيات عندك وانا مش موافق خلاص مش موافق تاصروا بيا في اي حاجة تعنيها ان بيات اروح انا بكلبوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعة مش هينفع نقف نتصور هنا يلا نغرف ده خلاص يا جماعة سيبوا موضوع البيت ده علي انا عندي مكان محندا كده هيبقى حلو اول مكان ايه انت لقي تاكل تعال بس هراي الله طالب تتكلم بيالي شوفش في شبك يا أبو اضحك مردش ليه الغابي ده لفين يا ضحي الزفت? كنت بتكلمني يا بودها بيت? تفين يا ضحي؟ علش كنت بجيب اكل بقى؟ ده وقته؟ جوع تعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت عارف القودة المسحورة اللي في القصة طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت قدت الحجز اللي جوه يا انهار ايه سويد؟ الحجز؟ اه حظ دكر علش بقى ابو الدهب بيه؟ عوض عليك ربنا هي عملية مع اقربة من الاساس مع اقربة على مين الا؟ ابو الدهب؟ ده انا ابو الدهب مبيش مشكلة تقف وصادي لازم احلها ان شاء الله محلولة محلولة ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ حظ ربنا حضرتك على حاجة انه انخش نسلم نفسينا فلاسم بقى جريه بس loop y match هنسلمك انت حرامي الرجل ده كان جاي يسرقني وانا هو يبقدام الاسم حرامي لا لا انا ده ميهرق تسرق واحد اعدبوك يا جبان جاريني جاريني ايه جاريني اخوض اسحابه ابو الدهبين انا اخوش استنى فين السندوشات اهي اسحابه يا شاوية اسحابه ايه لا بلاش الحاجز ابو دهبيني ابو الدهبين مش حسيبك اللي في النيابة لا الحاجز لا اكلم ماما طيب امكزون ايه امكزون ايه يا قالي بتعرف انو اتعالي اوي ايه يا سيف الجبن ده يلا مش قادر كلنا نطينا جسمي كله بتخشب اعتني سلم طيب بتعبن ايه على فكرة سهلة جدا يعني انت يا هاني عايزنا نبات هنا في الحديقة الدولية هو احنا شاحتين يا هاني انا نفسه بات فيه سريني بقى بس بس يا ابني بس بس فيه امن ممكن يسمعونا انا مش فهم انتو بتتضططوا على ايه ده بدل ما تشكروه هو احنا كنا لقينا مكان تاني فالين ده مكان جميل ده كنت باجة انا وخالتي خميش الجمعة هنا وخميش الجمعة في الفستار ما تفكرينيش بليز انا كمان كنت بروح ويكند السخنة وويكند الساحل هوا الفستار دي جنب الساحل لأ جنب الجيارة يا جماعة اقولولي بقى تحبوا تناموا فين في الركن الفرنساوي ولا الركن الطالياني ولا الماليزي ولا البنجلاديشي اي حتة قريبة بليزة عشان دجلي وجعتني قوي من المشي ومين اللي هل ان احنا هنمشي تعال وراه يالله ايه ده يالله ايش قدرة اجري على محلك على محلك اهلا اهلا بالعيد مرحب مرحب بالعيد هاي 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 على فكرة المكان ده ينفعل الماديتيشن قوي هانيه المكان القادر اللي انت جايبنا فيه ده وايه صوت الضفادع اللي انا سمعها دي دي هتقومتا كلنا قزر المكان ده يا سيف انا قضيت فيه احلى ايام حياتي ده ايوه كنت انزل ميدان روكسي واستنضاف للنتفة حلوة كده النتفة ده طبعا حيوان موجود في المحمية اللي احنا فيها ده حيوان اه النتفة ده بس من فاصلة السديات اه فهمت ايوه اجيب بقى حيوان النتفة ده هنا وانباد بالتلات يام نوعس البيت الياباني اللي هناك ده هوت ونقضيها بقى وبتعمله ايه هي كانت بتاعد تعمل الحركة داية وانت بتعمل لها كده اه بس لك ببقى شو شو حمد الله ع السلامة حمد الله ع السلامة ايه رايك في المكان تحب نباد هنا ولا نخش البيت الياباني نريح شوية ليه ان شاء الله فكاني زي المعفنين اللي تعرفهم لا حبيبي انا مستحيلة بقى في الياباني ده هطلع على الهولانتي ممكن نبطل هاري ونشوف حل الموضوعنا ايوه بجد احنا لازم نلاقي الفلوس ونرشي الناس كلها بقى ونرجع لحياتنا العادية ايوه هنرشي زي بالفلوس والفلوس جوه الاسم انا عندي حل يا جماعة هيقدر يدخلنا جوه الاسم ها دلوقتي مش احنا مطلوب الابض علينا اه خلاص احنا نروح نسلم نفسنا يدخلونا الحجز ندور براحتنا شريهان حبيبتي ممكن تهزقي هاني عشان انتي عارفة ان اتغيرت خلاص مش هينفع هزقوه انت حمع يد عشان نجيب الفلوس نتحبس طب انا عندي فكرة احنا نخش الاسم نطلع بطايق شريهان حبيبتي معلش اتعيبك معايا ممكن تهزقي سيف كمان عشان احنا المفروضة هنتصاحب مش هينفع هزقوه انت حلوف يد طبعا ماينفعش مفيش غل حل واحد نتنقر في الزباط وندخل الاسم شريهان ممكن تهزقي نفسك بقى انت كمان عشان انت تلعتي حمارة زيهم انت حمارة يا شريهان؟ stupid هم هيلبسوا زباط انا وانتي هنلبس ايه؟ مضيفات؟ يا ريت اوطام ممرضات متلمن نفسك يا ضده ملك مبيع كده ليه؟ ممرضات؟ طب في كل الافلام اللي شفناها دي اللي عايز تنكر بيعمل ايه؟ يا اما بيخش الاسم عساس ان هو ظابط يا اما من لجنة هو الانسان ده متخلف يا ابني هنعمل لجنة جوه الاسم لا امسوري هو مش متخلف حلوة الفكرة دي يا سيف عجبتك يا ريت يا حلوة قوي حلوة سيف حلوة ايه ده صح؟ طب ما احنا هنجيب فلوس من انا عشان نجيب لبس التنكر احنا بصراحة ما عناش اي حاجة نبيعها اللي حاجة واحدة بس الموبايل بتاع اللي يعني فيه لا موبايلي انسي انا قباعني انا شخصيا بس موبايلي لا يا ست الكل ومال فين هبطل سجار وكون انسان جديد والتغير والحاجات الحلوة دي ايه بس حرام عليكو يعني ده موبايلي تبقى كونكت مع العالم ازاي معلش يا نيلي خدي موبايلي انا وكونكت بيه مع العالم بس ما هو معلوش واتس هاتي بقى يعني انا همشي بدا لا عادي خلاص منه ماشي بالعباية السامرة بتشارتر وكده طب يا جماعة احنا احنا ازاي هنبيت في وسط الدفدعات دي نبيت في وسط الدفدعات ده واحنا نايمين الدفدعات دي هتخش علينا هتشلنا وتمشي دي ايه سلاحة في النينجا اللي انت بتتكلم عليها دي هوا ازاي النينجا ما اسمها ايه بلدي ما اسمها ايه نينجا ايه اوني بامتز اوني يا قلي بتعرف انوطع علي قوي ايه اسيف الجبل ده يلا مش قادر كلنا نطينا الجسم كله بتخشب بعتني سلم طيب بتعرف ايه على فكرة سهلة جدا يعني انت يا هاني عايزنا نبات هنا في الحديقة الدولية هو احنا شحتين يا هاني انا نفسه بات في سريني بقى بس يا ابني بس بس فيه امن ممكن يسمعونا انا مش فهم انتو بتتنططوا على ايه ده بدل ما تشكروه هو احنا كنا لقينا مكان تاني فقالين ده مكان جميل ده كنت باجة انا وخالتي خميش وجمعة هنا وخميش وجمعة في الفستار ما تفكرينيش بليز انا كمان كنت بروح ويكند السخنة وويكند الساحل هوا الفستار دي جنب الساحل لا جنب الجيارة هيا يا جماعة اقولولي بقى تحبوا تناموا فين؟ في الركن الفرنساوي؟ ولا الركن الطالياني؟ ولا الماليزي ولا البنجلاديشي؟ اي حتة قريبة بليزة عشان دجلي وجعتني قويم المشي ومين الهال ان احنا هنمشي؟ تعال وراه يالله 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 مش قادرة اجري على محلك على محلك اهلا اهلا بالعيد مارحب مارحب بالعيد مارحب مارحب بالعيد هي 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 على فكر المكان ده ينفعل الماديتيشن قوين هنيه المكان القذر اللي انت جايبنا فيه ده وإيه صوت الضفادع اللي أنا سمعها دي دي هتقوم تقولنا قذر المكان ده يا سيف أنا قضيت فيه أحلى أيام حياتي ده أيوة كنت أنزل ميدان روكسي واستندفل النتفة حلوة كده النتفة ده طبعا حيوان موجود في المحمية اللي احنا فيها ده حيوان قال النتفة ده بس من فاصلة السديات آه فهم أيوة أجيب بقى حيوان النتفة ده هنا ونبات بالثلاث يام نقص البيت الياباني اللي هناك دهوت ونقضيها بقى وبتعملوا إيه هي كانت بتاعة تعمل الحركة داية وإنت بتعملها كده آه بس لك ببقى شو شو حمد الله على السلامة حمد الله على السلامة إيه رأيك في المكان تحب نبات هنا ولا نخش البيت الياباني نريح شوية ليه إن شاء الله فكاني زي المعفنين اللي تعرفهم لا حبيبي أنا مستحيلة بات في الياباني ده هطلع على الهولاند ممكن نبطل هاري ونشوف حل لموضوعنا أيوة بجد إحنا لازم نلاقي الفلوس ونرشي الناس كلها بقى ونرجع لحياتنا العادية أيوة هنرشي زي بالفلوس والفلوس جوه الاسم أنا عندي حل يا جماعة هيقدر يدخلنا جوه الاسم ها دلوقتي مش إحنا مطلوب الأبض علينا آه خلاص إحنا نروح نسلم نفسنا يدخلونا الحجز ندور براحتنا شريهين حبيبتي ممكن تهزقي هاني عشان انتي عارفة نتغيرت خلاص مش هينفع هزقوه انت حمع يد عشان نجيب الفلوس نتحبس طب أنا عندي فكرة إحنا نخش الاسم نطلع بطايق شريهين حبيبتي معلش عتعبك معي ممكن تهزقي سيف كمان عشان إحنا المفروضة نتصاحب مش هينفع هزقوه انت حلوف يد طبعا ماينفعش مفيش غير حال واحد نتنقع في الزباط وندخل الاسم شريهين ممكن تهزقي نفسك بقى انتي كمان عشان انتي تلعتي حمارة زيهم انتي حمارة شريهين ستوبد هم هيلبسوا زباط انا وانتي هنلبس ايه مضيفات ياريت أوطام مماردات ما تلمي نفسك يا ضدة منك مو بيأ كده ليه مماردات طب في كل الأفلام اللي شفناها دي اللي عايز تنكر بيعمل ايه يا إما بيخش الاسم عساس ان هو ظابط يا إما من لجنة هو الانسان ده متخلف يا ابني هنعمل لجنة جوه الاسم لا ام سوري هو مش متخلف حلوة الفكرة دي يا سيف عجبتك يا نيه حلوة قوي حلوة سيف حلوة ايه ده صح؟ طب ما احنا هنجيب فلوس منينا عشان نجيب لبس التنكر احنا بصراحة ما عاناش اي حاجة نبيعها اللي حاجة واحدة بس الموبايل بتاع اللي يعني فيه لا موبايلي انسي انا قباعني انا شخصيا بس موبايلي لا يا سيت الكل ومالفين هبطل سجار واكون انسان جديد والتغير والحاجات الحلوة دي ايه بس حرام عليكو يعني ده موبايلي طب اكونكت مع العالم ازاي معلش يا نيلي خدي موبايلي انا وكونكت بيه مع العالم بس ما هو معلهوش واتس هاتي بقى يعني انا همشي بده لا عادي خلاص من امشي بالعباي السامرة بتشارتر وكده طب يا جماعة احنا احنا ازاي هنبيت في وسط الدفدعات دي اللي بات في وسط الدفدعات ده واحنا ليلين الدفدعات دي هتخش علينا هتشلنا وتمشي لا دي سلاحة في النينجا اللي انت بتتكلم عليها دي هوا زي النينجا كما اسمها ايه؟ بلدي كما اسمها ايه؟ نينجا ايه؟ ايه؟ ادخل صباح خدا باشي مالك كاب نقديك بالتراش ليه هتوقع الشاي بلبن مها في الاسقع وجدت برة بيقولوا ان هي لجنة الأمم المتحدة أمم المتحدة عندي في الاسم؟ ايه؟ ليه؟ بيقول ان هم بتاعها حول إنسان حول إنسان؟ ايه؟ وازاي ما اخدش انا خبر بموضوع زي ده؟ ما هي بيقول ان هي انفجأة يعني انفجأة ياب نحن في مدرسة بقول لك ايه؟ رخ الراجل مساجين وحموهم ولبسهم لبس ألعاب وما تنسيش ترشوت سمعني؟ وكلم وقل بكلم الوزارة ماشي شوف موضوع هو اللي إنسان ده؟ ماشي يا فن بحالة لف ورحمة دها لقم ماشي؟ بس أخرهم عشر دمر ما يكون لقمة بسم الله الرحمة 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 يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا بالأمم المتحدة دي الدنيا كلها نورة يا أهلا وسهلا تفضل يا فن، تفضلوا يا مرحب يا مرحب أهلا 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 بحضراتكم أفنزيم انتم بتتكلم عربي؟ حضرتك ده السحفي التوركي المعروف مستر شيش كباب هو الوحيد اللي بيتكلم عربي أنا أهب بمسل كتير أنا عيشت مع أنا في اسكندرية كانت تبيع باكلافة على الإمة وكانت عيشة مع جده الخواجة كرياكوس انت اسكندراني ولا توركي ولا يوناني ولا يحكي إنت أنا مهاتيش يتوكالي أهلا بحضراتكم 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 ومناسبة عيد القمح تبس انت كل سنة وانتو طيبين والأمم المتحدة كلها طيبة هو مين بقى اللي ماسك مأمور الأمم المتحدة دلوقتي ما عنيش ممكن استعزيني بس الأخ اللي بيصور بس خليه بييده عن الكرشة شوية شكاس كسبوري كرشة ميامانتي نوافو تحبتش رويه بقى شكاس كسبوري ياخدش باسماترة ميستا اه 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 بتقول لحدتك ان احنا عايزين ناخد جولة في الاسم لما تحضرون الغدا والفوتكا فيسكي اه 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 بتقول لحدتك يا ريت لو الغدا يكون اتنين كيلو لحمة اه واربعة حوارش من عن شعراوي اه 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 احنا حقوقيين حقوقيات صحفيين صحفيات احنا عايزين نخش زنزانات نشوف مزجونات وهم يعودوا على ارافيسات ارافيسات عيب هو انا تلميزات انايا انايا حاضر انايا حاضر انايا حاضر يا مغربي ايه ايه يا فاني ايه يا فاني اه 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 تفضل فندم تفضل ذي الدنيا كلها نورت يا فندم أهلا نفسها بالأهلا تفضل فندم تفضل دور يا فندم القطين قودة لحجز الرجال وقودة لحجز السيدات بس احنا المعلومات اللي عندنا انها قودة واحدة بس في الاسم تحت السلم لأ يا فندم طول عمرهم قطين تحت السلم يا فندم أه قطين طب ثانية بس عندنا اجتماع هنعمل ايه في المصيبة دي بيقولك قطين فين القوضة اللي فيهاك فنوس فيهم ما كله سبب الزفتة عم بندق ما بيقولش الحاجة على طول على بعض ما هم ما يبقاش عم بندق لو رايحنا لازم يحطلنا العقدة في المزمار منشار حلو المزمار شكرا طبعا نعمل دلوقتي المأمور قدامنا والقطين هم هنخش ازاي شاير هو في حاجة فاندم لا لا هم بس مستغربين يعني انتو فصلين الرجال عن الستات ليه لا فاندم ما تستغربوش ولا حاجة اصلاحنا محافظين جدا اه مفهوم مفهوم تحب حضراتكو بقى نتغدى الاول ولا نخش الحاجز ولا تحت امارك عايزين تعملوا بالزبط اه شكرا اسجب اسكورس بار ايه اه هنخش الميشن فرست اه هنخش الميشن فرست يعني نخش الحاجز يا فاندم الحاجز فاندم تحت امريك فاندم يا عمران فاندم افتح حاجز الرجال يا ابن ايه ده؟ احنا في الزنزانة ولا في العيد؟ ايه رأي حضراتك وفننا؟ شفت المساجين عندنا عايشين ازاي؟ عشان تبلغوا الامة من المتحدة ان المساجين بتوعنا عايشين عايشة ازاي الفل مأمورات دي اشتغالات فين المسجونات اللي في السجونات يقعدوا على قرافيسات؟ الشهادة اللي يا فندم الكتب خيبة اللي انت شافوا ده يا فندم ده موجود على طول اللي زيت بس يا فندم النهاردة هم شوية البلونات عشان اعيد ملادي عم حسين كل سنة وانت طيب يا عم حسين شفت يا فندم؟ كأنه منتجع بالظهر انه يا فندم مسامين الحاجز بتاعنا حاسين ده يا فندم وكل حاجز يا فندم ملحق معاه جنينا ان شاء الله في التطورات والتوسعات اللي جاية هنبني تلات حجوزات وكل حاجز قدامه جنينا عشان اللي يحب يشوي كده يعني بتقول لحضرتك يا عيت لو نفضي الزنزانة خالص من كل المساجين عشان نرفع المقاسات ونتأكد ان العدد مناسب للزنزانة بتحتامل بتحتامل يا فندم في ميزة بقى كمان في السجن عندنا يا فندم احنا بندي كورسات انجليزي للمساجين لسنتو مي لسنتو مي استاند اب بعد ازنوك يا رجالة هنتع برا شوية عشان معسات بس استاني 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 يا اصابة النجوم عصابة النجوم ايه مجنون يا بلينك دي لأمم المتحدة احريب بيت البرشام اللي بتاخده هلا اللي باخده برضه أمم المتحدة تيه ونيلي تيه يا اصابتك بايه دول عصابة النجوم وانا حاسبة لساعتك اهو 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 اتفاضل يا ساعتك بايه واهو اهو بتعمل يا متخلف دي دقني بجد الودة اسمه هاني يا ساعتك بايه احنا عملنا مقلب في حضرتك ودي جانة الكاميرا الخفية وده فعلا اسمه هاني حتى ده برنامج هاني في الزنزانة هاني في الزنزانة هاني في الزنزانة ده في ايدو الجراف جوه اوف اف جوه اهو هتزعب مننا واحد اموكسافة بقى لحظة المأمور يا جماعة بس انا بس انا نقول باي باي للكاميرا اللي فوق ام المتحدة حد قال لحضراتكم انا خديك شورطة تعليم مفتوح ولا معمور الملايه ها جيتك من اخر لبنان ها عشان ليك نصيب تتنفغ في مصر وده اللي بيتكلم ازباني مكسر هلحمهولك تصور فوق وتحت ها فوق وتحت انا عمل معك واجد بقى هصورك وش وجنب ملك وكتابة ايو يا لطيف ملك وكتابة قولي لزميلك اصابت النجوم ان شاء الله يتحكم عليهم بمئة سنة سنة ملا سكراشكيس بوري ايو محزا يا اخواني عمران يا فادر ادل عيال دي عزر فادر فادر انتبهن اقتقايا ايه اخوية فادر خش يا حبيبي خش يا حبيبي خش يا ها انا عمران ايقفل انا عمران يا اه انا عمران هنكاتهم كل ملك عمران ليه ليه عمران هاتوني المعبور ليه وي نبي ليه يا فجركو يا جبروتكو يا قدرتكو خلاص خلصت الفنانين وهتلفوا على الظباط الشرطة كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني بعينكو يا بشا دا احنا قعدنا نص يوم في الاسم لما اغذى محدش حاسبينه خراسي خراسي حضرت الزابط حضرتك في انت تخرس خالص خالص انتوا عارفين متقدم فيكو كام بلاغ عليكو كام قضية اولا شروع في قاتل الفنانة هندي صبري ثانيا شروع في قاتل الخليل كوميدي هو يستاهل في الاخر دا بني قادم ثالثا سرقة الفنانة احمد فاهم رابعا بيوم في قاتل مقدم فيكو تلاتين بلاغ منهم بلاغ انه مخدش اخر ضفعة وفي الاخر عامنين فيها بتوع حق انسان حق انسان يا باشا والله دا احنا بنهزر انا بس بتاع شاورمة دا انا هحطك عالسيخ وانا كل ما حد يشوفني حطيني عالسيخ ايوه انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكو كام سنة مية وعشرين سنة سجن هتتسجنوا سنة سنة وتتنفخوا سنة سنة يا فندم هو في حد بيعيش مية وعشرين سنة ما تقطعش اقول ان شاء الله يا حضرت الزابط انا عايزة اعترف على نفسي انا السبب في كل دا انا اللي رجركتهم وراي رجركتهم whatever ودبستهم في كل الجرائم والمشاكل دي ميال انت بتقولي ايه انت كل هتودي نفسك في داهية بس يا سيف انا المسؤولة حضرتك عن كل الحاجات دي هم ملهمش زنب ما تسمع لهمش ايوة يا حضرت الزابط هي المسؤولة عن كل حاجة هي دي العقل المدبت هي دي وانوس يا فندم اللي حد يغوينا واحنا فقرة وغلابة واستغلت جهلنا سوريا الزابط هاني واطي اه المفروض بقى اصدق انا المسلسل التوركي الاوفر ده واسبكو تمشوا يا فندم مش توركي سوري سوريا اوه whatever هتتنفخوا يعني هتتنفخوا وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا مية وعشرين سنة يا مين مغربي تعال خدوا استنى استنى اه طلب بسيط ممكن ناخد مع بعض سيلفي بر اكشن الجريمة لا تفيد ممكن بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا تاج وكل اللي انت عايزه حلوة اولاد هفروح بيكو جدا انا مبسوط والله العظيمة خدهم يا مين على الحجزة طب ما نتطور الشواء السور كمان كده يعني اوضاع مختلفة امشي امشي الجريمة جميلة حلوة الولاد هفروح بيكو جدا ادخل قدام مني يا باسجون انت اهوه ادخل ايه دا المليحة وشوله بسني اللي كان هنا انا كنت هموته استحمى اكيد البلدية هي اللي شلاته يا سيف وممنوع برضو بسين جوا الزنزانة انت خيال بلو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت كنا ايه محمد الله طعلي قد انت هوه تلقى احيانا حلوة اللي انت عملت دا عملت انا ما عملتش حاجة انت سمعت ايه وانت لسه عمي يلا حلوة حشان الناس تخاف منك يعني لا انا ما عملتش كده يبدأ انا سامعك بودنا بس 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 بقولك تعالى تلقى احيان انت هو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم مين دا يعني دا تقريبا الرجل الاخدر بتاع ماونتن فيه بس تلاقي جرانه عملوله ازعاج او ملقاش ركن يعني لعلمك دا اصلا طالف تانية عندسة يلا يا خفيف انت هوه كل احد يقلب نفسي يلا يقلب نفسه ازاي يعني كله هادي يجيب معلقه ويعمل كده نفسه ايه زريف يا ايه زريف وخفير يا تستادة انت كبرت في نظر ايه اوي خلص نفسك طالع لفجيبك يلا اقموني طالع لفجيبك حاضر من عيني افضل ما حفظت ايه بس انا معايش حاجة لا ايه معايش حاجة تديله اي حاجة ايه تديله امرأتك ايه تديله كليتك طب استنى بس بقى شفت معايا دا يا اختي جميلة عسد اه كده بقيت معلم بصحيح ماشي مع المعلمة؟ لا ماشي مع الجربال بستاج طب يا اهلا انت اوقت فيها حينا شون بقيت معلم؟ اه السنة دا يخلي الناس تخاف منك اوه على فكرة باك اولا طيب ماشي بص يا معلم واحنا من عالدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجة ايه ايه يالي يا بسهوك يا اختي يا اهلا اهلا انت بسهوك يا قالك انت بسهوك يا يا اهلا يا الف اهل وسهلا شرفته يلا يا خايل وايج دي بتبلغ عنينا يا ضحي؟ اه يا حبيبة بلغ عنكم خش السجن الواحدي اه ثوني اش مسترها ترو تحلة دا مسيبينك انا بشعرك دا كده؟ لا يا حبيبي لا تقول كلام في محله اهتقول حلله يا حلو لا تسبك من ضحي اللي كان بيعارج معاكو برا انا هنا تقيل ويتقيل قوي اه يا ضحي ايو امعلم حسيئي وعنيش انجاز مهات والله ما الحقت يا امعلم الفردة الوحدة هد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين وارميش اديني بس حضرتك يوم تاني ألمعلك الفردة التاني خالص نعم شخص حاضر امعلم حسيئي انا اسمع انجاز مهاربعين انجاز ما خمسة واربعين لكن مية خمسة واربعين والله ما شفت وجامسك الفردة الاولانية ألاقي فيها واحدة ست وعيالها ومش عين يأكلوا والتاني امعجرها للطلبة المختربي انتا طلعت موسخة بقى وبتمسح الجزم اخرس انت والطاري اللي معاك طاري انا ببيتش طاري لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه من النهار دا انا ما اسميه سيف من لازمك ايه ناصر الدسوقي بس يا بابا بس يا بابا حبيبي روح وعد في اي كونر انا حبيبي ما توجه ليش دماغي يا الله يا اخوي ربع يالك ربع يالك تتحداني يا ضاحي تتحداني اه تحدان وصاد الرجالة دي كلها معايا يا هاني سيبنا انا حكم طول عمرك نادل يالك الرهان يا جماعة مش اقلم السي جارتين طوال عملي بتقولي اي حاجة اي شريهين هقول اي في الظهوف دي ما عرفش قولي اي حاجة بس متفدليش سكتك كده أنا خايفة لا بقولك ايه؟ انا مش عايزك يتخافي فكي كده لسه قدامنا مية وعشرين سنة سجن لا يا شرحين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي انا مقدرش استحمل مية وعشرين دقيقة في السجن ده انا عايز بس اعود بتلمني رجلك اذاك؟ احنا مش انا مكان كل بلطين دون؟ ما شوفش صوب حتي عديره معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بص انتي واخد سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك وانا وهي مزنوقين ازاي؟ تب تضينا بلانكت حتى نقعد عليها؟ هو ده انظام الحاجزة عندي لما مش عاد بك بقى لغي يا اختي البوليس لا بقولكوا ايه؟ اتمسوا وقولوا يا مسا مش عشان انا نبسلكوا التعيير ده بقى خلاص بنت ناس ده انا معفانا ما تعرفوني ايه؟ ما تعرفين يا اخي؟ انتي مين؟ مسأل خير يا فندم حددتك انا شريهانة عبدالحليم خارجة بكاليوس اعلام دفعة 2007 وبيضلعوك يقولولك يا شوشو rarely طب يلا اختي انتي وهي هظ انتي ولبيعة الصفره اللي معك يجيب نعم بقولك هظة انت ولبيعة تجيب ايوا يا فندم اوكي، نهظ ونعمل كل لحدك عايزحا ما عنديش اهتراط بس نهظ من غير مزيكه سديي عندك حق يلا بات انت وهي وسaltsي لها وشغالو المازيكه خلينا لمباطل يلا يا فندم يا بنا يا عمان شربت المالي الانت يا بنت يا بنت شربت المالي شربت المالي الانت يا بنت يا بنت ابت يا وليه يا منك ليها اي الوقت ما تعرفش تكوها شوية سباح هل تي الحفلة اي ناخذي اي الحفلة دي معمولة عليكم يا انهار ابوكو اسود اسود دلوقت هنبدأ التحدي يا رجالة ابدأ يا معلم ضاحي لا يبدأ اول اول لا يبدأ انت الاول لا يبدأ انت الاول خلاص طالما انا اللي هبدأ يبقى اللعب على الاب وعا الام وعا المشرحة موافقين؟ موافقين حيث كده يا رجالة يبقى الرهانة علي سجارتين واللي ارجع يبقى عايوطة موافقين؟ موافقين ابدأ يا معلم سيف ابدأ 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 ا شخص ابدأ انCC انت ابدأ دلوقتي حصل تعادل يا رجالة كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب للمستوى الأخطر للمستوى الأشرص هنلعب عامية عامية أيوة ابدأ 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 هم سيف حاجسعيدة انت أتنين بسطن أيوة ميش انت واحدة باللمونتان سيف ميش هبدأ ابدأ عامية 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 أبي كا 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 اشتركوا في القناة 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 بسطن. ايه. ماشي. انت واحدة بالمونتن. سيف. ماشي. ابقى. ابقى. ابيكا. عامية. ابيكا. عامية. ابيكا. عامية. ابيكا. عامية. أبكا 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 موسيقى موسيقى اتفضل يا معلمة صباح طبق الفاتحة ده الجو حرف الحجز وانا قلت تبرع عن نفسك شوية حطي عندك وطف من وجه مقصودة مين هي معلمة؟ امشي بقى حط وانتي ايه اللي جابت بقى يا خلتي؟ محبوسة على زمتكم يا خلتي قال ايه بتسطر على مجرمين مع ان انا قلت لهم على كل حاجة عرفة بس ما صدقونيش طب وفين ماما ميمي؟ ماما ميمي؟ عملت فيها يا عبيتة يا خلتي قال ايه ما بتسمعش وما بتفهمش وما بتتكلمش وخدوها على الخانكة يا حبيبتي يا ماما ميمي يا حبيبتي يا ماما ميمي صباح انا عايزة اقولك حاجة للمرة التسعة مليون انتي بجد جمدة بس انا مش عارفة احنا من غيرك ممكن يحصل لنا ايه؟ لا بقولك ايه؟ انا عايزكي تجمجي كده وتمسكي نفسك انا مش بقيالك هنا يا حبيبتي انا ممكن اخرج في اي وقت من هنا انما انتو قاعدين قاعدين لا بليز ما تقوليش قاعدين احنا ممكن ناخد براءة براءة من انهي قضية يا نيلي ده احنا حتى معناش فلوس نقوم محامة اه صحيح انتو عملتو ايه في موضوع الفلوس بتاع جدوكم؟ الله يرحموا ويسامحوا بقى بصي الفلوس تقريبا موجودة هنا هنا فين؟ مكتوب في الكستلة في المجلة ان الفلوس موجودة في القودة السحرية لتحت السلم يعني يا اما القودة دي يا اما الحاجز بتاع الرجالة هنا فين؟ انتو مجانين؟ ايوة يا خلطي مع الاسم ده كان بيت علت جدو زمان شوفي ازاي ما تطلعي كده يا شريهان المجلة يمكنتها بحاجة؟ يا نيلي طلع المجلة ليه ما هي معروف اللي فيها؟ ميكي كان بيرعب شطرنج مع دنجل في القودة السحرية بس ايه علاقة دنجل بالقودة السحرية بالشطرنج؟ معرفش ما انا قاعدة معاكز الهاب له شريهان ايه ايه؟ بصي على الارض كده؟ مالها بقى الارض يا نيلي تقعد تقولي ليه معفنة وامتربة مش وقت تناكى خالص لا الابيض والاسود ده مش بيفكرك بحاجة؟ عادي بيفكرني بالحموع الوحشي مثلا؟ يا غمية البلاط الابيض والاسود الشطرنج ليديز ممكن ترجعوا الوراء بليز؟ ايوه خلاص كده كل واحدة واقفوا في مكانها طب انيلي ما بدل الخوطة دي منكسر كل البلاط ونخلص؟ لا طبعا لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف طب انتي هتعافي البلاطة منين بقى؟ في القصة في الاخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك كرش اسمه كش ملك وريفر لما عمله كده قال له على مربع الملك هز المربع او كاكف الخطيئة وجعلان يقفوز فهو ده المربع هنحفور تحته دلوقتي احنا نقعد نلعب اللعبة لحد ما نلاقي المربع صدق والله ممكن جاي نزباط دلوقتي انتو الفريق الابيض وانتو الفريق الاسود والصف اللي قدام هو العساكر واللي ورا حضرتك طبيع حضرتك حصان حضرتك فيل معلش بس استأذنكو كل واحد يمثل دور اللي هو عامله يعني الحصان يعمل حصان الفيلي اكت عنه فيل كده يمثل ايه يعني اللي ده المجرمين يعني لو خلت يخلقها ده وسيبتهم عينها يقتلون ايه اللي يمثل وي اكت اوكي خلاص يلا نبتدي العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلدتين الله بدون العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلدتين لا 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 حضرتك يا طنت حضرتك نمبر تون انا ايوه حضرتك حديدك في فريق ايه الابيض ودورك ايه انا العسكري الابيض واللي وراكي دي ايه؟ حسام ابيض إيه ما تتفضل تتحركي بلدتين ما تتحركي بقى بلدتين ما تفيش غابية حاضر اف حاضر تاني حاجة العسكري الاسود اللي قدام الوزير يتحرك بلدتين لا 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 إلا الله يا جماعة انتو ضربين ايه بنقول العسكري الاسود يتناقل اللي قدام الوزير يتحرك بلدتين ما تخلقش نعملها معاكو بقى ما تخلقصي اختي انتو هي مستحملانكو بس عشان الست الصباح انا ممكن اشيكو في الشوكو عادي يعني اسفة 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 كل اسفة وانتي اختي طلعي كده اوكي تلت حاجة الفيل الابيض يتحرك داياجن اليمين مش هيفهموا هم ايه داياجن الالده اشرح لهم انت الفيل الابيض يعني ايه داياجن اليمين يعني كده اه سان بوكسا سان بوكسا الفيل الابيض يتحرك سان بوكسا يميل رابع حاجة الفيل الاسود يقتل العسكري الابيض لا تعمل ايه ما انتو قلتلي اقتليها لا اقتليها ايه ما قلتش اقتليها اه في مكانها بس اهرابي يا حاجة بسرعة اهرابي موتك العسكري الابيض ياخد خطوتين قلت اقتليها موسيقى 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 الوزير الاسود يتحرك ثلاث خطوات وكشمات موسيقى يلا با يا خاتي امي من هنا يلا فين انا تهبت روحي تعالي ارجاعي اتلاقي مش رايحة حتا لا خلاصي صباح اللعبة خلصت خلصت خلاص ايوه ومين اللي كسيت انتي انتي الكوين بتاعتنا يلا كلانا انتقفني صباحي يا جماعة انا الكوين بتاعتكم ايوه شكرا يا جماعة يلا يا جماعة اتكلوا على الله كل واحد يشوف مصلاحة هروح فين بقى عادي بقى هنا لحد ما نخلصه ونقولك دايب شري همي هيا دي البلاطة يا رب طب يا وعيلي بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم هيا دكتورة البلاطة عندها حجة لا مفيش حاجة البلاطة بتسهل بس يا ظريفة استني تقيبا البلاطة دي تحتها حاجة طب دلالتي احنا محتاجين حاجة عشان نكسرها بيها خالتي ها ها معاك حاجة لا خسر بيها البلاطة دي يام اسامح اممهري يا حبيبتي معاك حاجة يحطش انكسر بيها هاشوف لك انت ورس إين بقى ها 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 اهوا لقيتلك شاكوش اهو طيب لو سمحتي معيك شكوش تاني عشان انا كمان عايز اكسر معيها انت طلباتك كتيرة بقى ما بصيلك لقيتلك واحد زغاية اهو ايوه صعب قوي بروفو بروفو شايا تمت ساعدين يا طيب الحمد لله شيلي دي شيلي دي اه يكي ييس اسأل ايه في كيسة اهو بقيت ايه في حيقة في حيقة رحب 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 شو انت ايه ده بجد لا لا اكيد مش بجد اكيد مش بجد دي هاني لا لا خلاص لا لا لكن من دوس خلاص لي شريين لا لأ 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 لأنك من دوس لا خلاص لا لا لكن انت الخليص لا 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 شكراً لك أن هناك ماء هاي شريين حليتي كلمة المتقطعة؟ يا ستة قدني بقرة بنتسلة بتنتسلي إيه مفيش وقت؟ محليتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة ده إحنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي إحنا قعدنا إنتي نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه مجوة هادية هو وجميل والهوا يرد الروح والولية اللي هناك دي كل شوية عملة تعمل بومبة ورا بومبة لغاية مخوص عامتني قولك يا نيلي عشان أنا وإنتي نبقى بوزيتف تعينا تخيل بقى أن العسكري يجي على الباب هنا وخبت قال نيلي وشيرهان إفراج وطلعنا أنا وإنتي بقى بالمجلة الجميلة دي حلنا الكلمات المتقاطعة تفتكي هتلاقي فلوس؟ أبداً هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد وبصي بقى إيماجينيشن هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلة بزبالة والتاني في خرابة لا 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 يا شريهان إنتمح بتقوي مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضربين يبوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده ما تنبستوا كده عندك سجاير يا مسامح؟ سجاير إيه؟ اللقم أزرق والله أزرق عينة خدي يا حبيبت تعيش خدي ولعها تاني كمان يالا خلت المسامح والنبي والنبي ليش عندك شاحن سامسونج وشوية مسحو غسيل؟ هتشوف لك يا ربي خليك من هذه المنزلية دي؟ ما بعدها يشخد هذه الشاحن ودي ده أخر راح مجا شاحن شوق ومسامح يا أختي ما تشوفي كده جاتي جوابات؟ لا يا أختي ما فيش جوابات تمسنا بتجي بعد الساعة عايزين حاجه يا بنا؟ خالتي شوفي عندهم مسامح كده في مانجا؟ عندك مانجا يا مسامح؟ قولي الله عايزه أصيحة ولا عصير سحيحة ولا عصير؟ لها عصير عسير أشوف لك يا أختي يا رب تلاقي مانجا فضال شو كان يا أمو ساماح مش معقول أمو ساماح انت بتفكريني بواحدة كتبتتلع في الأفلام زمين بحباها أو اسمها ماري بوبينز طب أمو ساماح أنا هاتلم منك طلب صعب جدا عندك فانيلا لاتيه؟ عناي يا حبيب تخد تتاني شرابي يا أختي بلعنا بشيفة يا أبيتش طب أنا عايزة بفوم آتي يا أختي شوف آخرين تاب خذ يا حبيبتش شيريهين أنا جت لي فكرة فزيعة خطة معتمدة على أم ساماح أم ساماح ممكن تيجي معي يا سانيا عشان أنا عايزة تدور في الكشك بنفسي على حاجة؟ عناي يا أختي يا أختي يا أختي يا أختي أم الحاج بقى مية وعشرين سنة؟ مية وستين سنة؟ مات أخوتنا هاتش؟ منفضل هنا مية وعشرين سنة؟ استغفر الله العظيم شوف صاحبك يا عم مية وعشرين دقيس خمسة بكام؟ ليه؟ مية وعشرين سنة شيل منهم الخمسة يام اللي احنا عدنهم يتبقى كام؟ مش فرقة ليه؟ مش فرقة لأنهم مية وعشرين سنة مية وعشرين سنة بس أهجتها ايه؟ مين دي؟ الفكرة حنهرب من هنا ومعنا الخطة نهرب؟ نهرب ازاي؟ وخطة ايه؟ بسيطة احنا نعمل نار عشان تعمل دخان الانذار يضرب يفتحوا الببان يهربوا المساجين ونهرب كلنا هي خطة حلوة وزكية بس مفيش حد هنا معاول لعب بياخدوها مننا وحنا دخلين بسيطة هنعمل نار هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض ونجيب زلطين الزلطة هنا وزلطة هنا ونعود نحكها 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 ايه ده؟ ايه ايه؟ التدخين ممنوع اللي ايه؟ انت معاك ولاعة يهاني بقلنا ساعة بنجول فيني الولاعات وأنت معاك ولاعة؟ الجمال محادش قال لي هات الولاع من شايفيني بقلع سجير من الصبح؟ يا بجحتك اهك ومعادي صحيح من لي قالك اللي فيه أصلاً انذار هنا وحتى لو فيه انذار مين اللي قالك ان هو هبيضرب؟ عم حسين بس اللي بيدرب انا سمحت حدي بيقول ايشن؟ في حدي بتكلم هنا؟ إحنا حسين يا عم حسين إحنا كنا بنقول حسين فاهمي بس عشان وقت شبك الخالق الناطق فأنت حسيت إن بنتكلم عليك إنت ها وعم حسين ده جاحت أه والله بيدرب بالجوز كده بالجوز إيه ده لوحدة عنده جوز يا جماعة ومش محتاج يدرب كفاة الزبزبات بتاعت صوته دي تدمرك أصلا حسيتها ها طب أنا عندي فكرة نهرب بيها ايه قول بصوا يتعملت في أفلام كتير بس حلوة ما لو اتعملت في أفلام كتير دي بقى مفقوص تسمعها طيب للآخر إحنا نجيب إمواس ونجيب مية ونحط الإمواس في بوقنا ونشرب مية ونبلعها الإمواس تنزل تقطع مصارنا ناعد نصوت نصوت تيجي ياخدونا على المستشفى من المستشفى الهرب ببقى أسهل يا سلام يا سلام طب إفرض الشارع واقف الكبرى واقف عربية الإسعافة تعطلت نتصفى كده كلنا لا خالص ممكن أحط إصباعي في بوق إيه أرجع تنزل ترجع إيه أرجع الإمواس لا 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 مفيش ترجيع ليه مايرجع لا أصد الإمواس مفيش ترجيع الله أقول مش معا فاتورة معلش ما أعد أسبوع لا لا ما منفعش ترجع إلا إيه ده إيه ده بتخلي في السكة دي بإيه حلوة السكة تعالى حلوة إيه إحنا ما نجوف حناء بإزاي يا سيدي ماينفعش ترجعوا من هنا مرجعوا من إيه لو رجعتوا من هنا حتتدبع أيها ما رجعوا من إيه يعني ترجعوا من هنا بس بس يا ضاحي بس 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 يا ضاحي يا نزل بقى يا تعد بس يا ضاحي بس بس بتقرفنش خيالي شغال واد لو أنا كلونيا بعديها على طول كان اللي انت عايش سيف صادق ادي حق جاو أفندم إهاني شاكر محمد وان هاااااااااااا أنت برب تسمع bonne محرم فؤاد أنت بتقول لي محرمp تفضلوا معي sal Be é é é é is مائة وعشرين سنة مائة وعشرين سنة نيلي انت كويسة اوه هيكون حد عملك حاجة اوه هتكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا ولا انت مجنون ولا ايه انا اسف انا اسف جدا اصلوا شكلهاني بالزبط فكرتوا بقولك ايه انت لسه ماخد افراج ولا تحب ترجع السجن تاني افراج افراج ازاي للأسف واحد اسم ابو الدهب دفع التعوضات للناس اللي كتنقدمها فيكم بلغات وتنازلوا عن المحاضر طيب تأمرنا بحاجة يا ساتن مامور لا لسه يا حبيبي في شوية اجراءات كده بعدين تتنهيلت غرف دهية حسب يالله وانعمل وكيل ابو دهب بي ابو دهب بي ربين هيك تيبك شوف تلك مش حسيبك يعني مش حسيبك اظن انا ماخذة عملت اللي عليا فاضل انتوا تعملوا ماخذة اللي عليكم بقى تفدل المجلة اهي شكرا ايه اللي انت بتعمليه ده ايه بتعمل لماخذة اللي تفاقنا عليه انا خلصتكم الناس اللي تحبسوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي وانتوا تدوني المجلة وتمشوا مشوفشوا الشوكو تاني بيعتي حلمي كاني اللي مكنش قدامي حاجة تانية عملها ياسيف طب كويس يلا بقى نروح نستحمل انا اسفة قوي ياسيف انا اللي وردتوكو في كل ده اسفة ليكو كلكو اسفة ده يا عسل انا كاعي دم قلبي في المشاور بتاعيكو دي انا عاسف لوسي اتنيل هو انت حيلتك حاجة يا امرقع انت ما تسكت بقى وخليني سكتة وكتمة طانطان انت صباحنا ما غلطتش فيكي خلاص يا خالتي هنشوفه دافع كام ونديوم له عالجزم عالبرتوشة وانت كمان يا صباح انا اسفة قوي بهدلتك معايا جدا لا يا حبيبتي اسفة على ايه ده انا مبسطت جوه قوي قابلت كل صاحبات اللي بقى لي زمن ما شفتهمش طيب انا حلحق بقى قبل ميني في الخنك لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زمارة غدا عبد الرازق مش نقسين مشاكل اشوفكو بعدي ايه ده انتو حلتو الكلمات المتخطعة كمان اه حلناها يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت شكرا على كل حال يلا يا ضاحي يلا ايه يلا مين يلا يا ضاحي لا يا بودها بيه انا لازم اروح البيت اكل لقمة استحمى انضف اقال عن الهدمة اللي بقالها وزنوحة لجدتي وعرفك ازاي انا ضاحي اعرفك ازاي لما تغير وتنضف انا بعرفك مردحتك يلا هناخده الفلوس وبعد كده اعمل انت عايزه يا بودها بيه انا الحشرات الزحيفة بتاكل في عمي خليها تأخلق خليها تأخلق يلا قدنا يا تشفل احميك يلا يا جماعة احنا كمان نروح نستحمى انا حاسر انا بقيت مناتي لا احنا لسه عندنا مشوار مشوار ايه تاني لازم نروح عند عم بندق وهنعملها عند عم بندق يلا بس نروح وانا هفهمكو هناك يلا تسعين جنيه بجول بورسعيد سبعة جنيه ونص انت بتعمل ايه بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعاتها معاكم عشان ااخد حقي سبعة جنيه ونص كده واسجوء من على بركة الليل فرامسيس اه خمسة وعشرين جنيه كافترية بورسعيد على فكرة انا لدفعت الفلوس دي بجد؟ ايوة ابن النصابة حسيني وحسبك تلقش هتاخد حقك خمسين جنيه كافترية البورس عيد ايه تعيني اه عشرين جنيه جيلي كلها لما ما كله اه لما ميمي يبقى حكذا خمسمية وواحد وسبعين خمسمية واحد وسبعين جنيه خمسمية واحد وسبعين جنيه انا اعز منكم خمسمية واحد وسبعين جنيه خمسمية واحد وسبعين جنيه اهщее ما عافن؟ ده انا اغريعك فلوس أليس انت neighborhoods متنايت انت حذك حاجة يا ماما بس بس� مش عايز كلام انا عايز عارف انتو ليجيبتونا عند راجلي السايل دوت انا عايز اروح استحمى عشان ندور على الفلوس يا سيف الفلوس؟ ما الفلوس ما المجلة مع عم دهب لا عم دهب اخد مجلة مش المجلة احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا مش فهم منك حاجة انا هفهمك احنا كلمنا عم دهب قلنا له هنعمل معاك ديل انتو اطلعنوا من كل القضايا اللي علينا واحنا هنديلك المجلة وقلنا لاما سماح تجبلنا عدد ميكي قديم امو سامح مين؟ امو سامح دي خطيرة عاملة زي الفيري كوين عندها كل حاجة كأنك قاعد في كرفور بالزبط لان قلت لها عايزة فانيلا لا تعمل تولي وفيه فقوم كمان ايه الخطورة في ان ايجيب لك فانيلا عليها دوم يعني مش مهم انا وشيريهين حلينك كلمات المتقطعة وكتبنا ميسج زي اللي جده بيكتبهم بالزبط ودينا له المجلة واحنا بقى معانا المجلة الاصلية وسوحنا هو بقى بالمجلة المزيفة يا ولدي اللزينة يعني الفلوس مدعيتش ولا حاجة ولا ملكش دعوة بالفلوس دي خالص انت ليك فلوسك وبس ال خمسمية واحد وسبعين جنيه خمسمية واحد وسبعين جنيه بس يا شوشة واحنا فيه بيننا فلوس يا ماما وبعدين ما تحكميش على حد هو غضبان واحنا لسه هنحل اللغز تاني انا عايزة استحمى خلاص يا سيف وبعدين بقولك انا وشيريهين حلينك كلمات المتقطعة بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم طيب بسيط يا جماعة قولوا لانتو بس العدد القادم دوت رقم كام وانا هقلب لكم عليه الدنيا ما هدي المشكلة بقى ان العدد اللي احنا لقناه مكتوب عليه انه العدد الاخير طب ازاي العدد الاخير ولسه فيه اعداد بتتبع العدد الاخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجلة مش العدد الاخير عمتا طب ازاي يا جماعة الحل في العدد القادم وده العدد الاخير وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق ان هو اللي بيفهم يا سلام احلى كباية الشاي عملتها لكم بايداية دي حب في حب طيب يا عم بندق انا هسألك شوية اسئلة كلها حب في حب ومباشرة فلو سمحت خلي ايجابيتك برضو مباشرة من غير لف وحوران تحت عمرك تعرف العدد ده؟ ها؟ ياه ها؟ يا سلام ايوة طبعا ده ده العدد الاخير ده ده اللي حكاية جميلة قوي قوي تحب حكاية لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص دلوقتي جده بيقول ان الحل في العدد القادم في عدد بعد ده؟ ايوة طبعا كان في عدد بعد ده يعني ايه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعة بس جدك بقى وقف طبعته على طول وقف طبعته ليه؟ لا ده كان ليه حكاية جميلة جدًا جدًا حكاية طويلة قوي قوي طبعتك كل حكايتك طويلة مفيش حكاية سيارة تقولها لنا وليه خلاص؟ الله الله فيه ايه؟ خلاص يا سيف خلاص معلشش يا عم بندق خليك معي هو عنده حق بصراحة طيب العدد ده موجود في المطبعة؟ ايوة طبعا موجود في المطبعة وحضرتك تعرف المطبع دي فين اصلا؟ ايوة طبعا انا عارف المطبع فين؟ سانية واحدة يا جماعة عم بندق انت متأكد انك تعرف مكان المطبعة فين اكيد؟ ايوة طبعا عارف مكانه يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا وتهدت وتبنى مكانها حاجة تانية؟ أبرغ نال شتي يا خطي يا عم حرام عليك انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقوله على طول وتنجز وانا بقولوا عليك على طول الله انتون مش بحد الدين الا اصالة بتاعدكوا وانا قلت ابي كدا ده ايسالوا اسألة مباشرة اجاب اعجابة مباشرة لطول انطو قلتوا conquer اللهم انت متتكلموا عمد pacيتك علينا يا عمد انا مش هتكلم كمول يوسيف لو عاست تنرفز خلا خلا يا جماعة اهدوا كدة تستاهدوا بالله بسيطة بسيطة جدا احنا نروح لؗنجيب سويرس ونقول له الحج نجيب وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هو توشيلته على جنب ممكن يكون شايله في طمراي مثلاً ولا حاجة انا مش هتحرك من المكان ده غري على بيتي عشان اروح استحمى يا يا عم تستحمى ما انت راحتك زي الفل لهو انا راح منتلتهم انا بجد تاعت ربنا يسمحكي جده يا جماعة انا مش فاهم انتو مكبرين الموضوع ليه الله مكبرين الموضوع دي عشان العدد راح والفلوس راحت يا ستة حتى لو كان العدد راح الله يبقى فيه المسودة يعني ايه مسودة المسودة دي زي العدد الضبط جدك اللي ارهمه كانت bluetooth تعمل المسودة كده و الشبط فيه وتبقى زي العدد الضبط موجودة المسودة دي موجودة في المارسلة ايه 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 مالكو انا بلت اعة غلطة مالتو مسألتوش على المسودة عالطول انت سؤالته عن المجل وانا بلت اول مجلة لانا في المطبع لو قلت على المسودة كنتو بتوا الده مسودة فيه اشتركوا في القناة